بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير وأهلاً وسهلاً بيكم في حالة جديدة من الماتش اليوم الأحد تاني أيام الأسبوع الرياضي بإذن الله كالعادة لمدة ساعتين نتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضياً جوا مصر أو برا مصر فأهلاً بيكم كالعادة من ورنا جداً من بداية حلقتنا مجلس إدارة نادي الزمالك يعلن إسقاط عضوية رئيس مجلس الإدارة السابق مرتضى منصور بناء على ما هو موجود في لائحة النادي اللائحة الاسترشادية فيما أعلن التحقيق فيما وقع من فريق 2009 بعد الفوز على الأهلي الذي من جانبه يدرس إقالة الجهاز الفني بعد الخسارة الكبيرة من موليد 2009 في لقاء الفريقين في بطولة الجمهورية أما الناديان ففي لقطة تاريخية غداً يزور مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل نادي الزمالك في أعقاب حصول قائمة مجلس الكابتن حسين لبيب على أصوات تجعلها في عضوية مجلس الإدارة منذ ذلك الوقت من أكتوبر الماضي تحركت التهنئة من هنا ثم الرد بالشكر على هذه التهنئة ثم الدعوة للزيارة والآن جاء وقت الزيارة التاريخية الأهلي داخل نادي الزمالك توطيداً لعلاقات تاريخية حسب ما جاء في بيان الناديين خلال الساعات الماضية أما اتحاد الكرة فما زالت الأمور قوية جداً على مستوى التعيينات وعلى مستوى ردود الفعل بعد بعض القرارات وتفاصيل كتيرة جداً هنتكلم عنها في حلقة الليلة اللي هينورنا فيها نجمان النجم الأول هو كروي ونجم من نجوم الكرة المصرية الكابتن أحمد ساري نجم الاتحاد السكندري السابق والزمالك الزمالك الذي يلتقي غداً مع الإسماعيلي في قمة جماهيرية مرتقبة ضمن الجولة الأولى التي ستشهد حضوراً جماهيرياً يصل بحد أقصى إلى عشرين ألف مشجع أما الفقرة الثانية على مستوى الحوار فهينورنا المراسل التلفزيوني المتألق عمر فهني اللي تألق في تغطية بطولة أمم إفريقيا كوديفوار ألفين تلاتة وعشرين كما تألق ويتألق وسيتألق بإذن الله في التغطيات الإعلامية الرياضية عبر سنوات مضت وسنوات مقبلة لأنه بيمثل المعنى الحقيقي لمعنى المراسل التلفزيوني الرياضي تفاصيل كتيرة أوي يلا بينا نبدأها سريعاً في الماتش وسهلاً بحضراتكم مرة تانية في الماتش النهاردة مجلس إدارة نادي أزا مالك أصدر العديد من القرارات تعالوا مع بعض نستعرضها ثم نحللها مع بعض قرارات مجلس إدارة نادي أزا مالك كانت النهاردة كالتالي أبرزها بكل تأكيد هي إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة نادي أزا مالك السابق مرتضى منصور اللي جاء بعد يوم من الطعن اللي كان تقدم بيه ضد قرار حبسه لمدة ستة أشهر على خلفية قضية السابق والقذف ضد مسؤولة وموظفة الجهاز المركزي للمحاسبات بعد التصالح قبل الطعن فخرج بتصريحات إعلامية هاجم فيها مجلس إدارة نادي أزا مالك الحالي برئاسة الكابتن حسين لبيب ومع توصفهم ببعض الألفاظ اللي انتشرت بالأمس بشكل كبير رد مجلس إدارة نادي الزا مالك في رد وحيد من خلال الأستاذ عمر أدهم عضو مجلس الإدارة لما كذب ما ذكره على لسان رئيس الزا مالك السابق من قصة عقد إمام عشور إنه كان متبقي في ستة أشهر بينما رد عضو مجلس الإدارة الحالي بإنه كان ناقص لسه سنة ونص وبالتالي لو الناس هتصدق الكتب لفترة مش هتصدقوا طول الوقت ثم جاءت قرارات مجلس إدارة نادي الزا مالك النهاردة وجاء القرار الأبرز بإسقاط عضوية مرتضى منصور لافتقاده شروط اكتساب العضوية العاملة تعالوا نستعرض القرارات ونتكلم عن بعض تفاصيلها ناقش المجلس ما عرضه الكابتن حسين السيد عضو المجلس والمشرف على قطاع الناشئين بشأن ما بدر من لعبي فريق كرة القدم موليد 2009 عقب مباراة النادي الأهلي التي أقيمت بملعب النادي وأكد المجلس تمسكه غير المشروط بقيم الروح الرياضية ولفت نظر لعب الفريق بضرورة الالتزام بسياسة النادي في هذا الشأن وتفويض الكابتن حسين السيد في تطبيق اللائحة نقف عند القصة دي سريعا جدا طيب القصة دي طبعا يعني تحرك جيد جدا من مسؤولي الزا مالك ومجلس إدارته إعلاءا لقيم الروح الرياضية انبارح كنا نقشنا القصة دي وبنتكلم أنه هما شباب صغيرين انت بتتكلم في يعني لعيبة عندها 15 سنة دول موليد 2009 وبالتالي سن صغيرة جدا وبالتالي حتى وإن كان بنتكلم في أنه هما صغيرين وبنتكلم في أنه ده ممكن بيحصل لكن ما ينفعش يتصور وما ينفعش يتنشر من جانب اللي صوروه من اللعيبة بينهم ومن بعض لكنها في نهاية غلط كبير غلط كبير على مستوى النشأ وعلى مستوى ما أنت مقبل عليه كلاعب في مسيرتك الكروية وبالتالي مجلس إدارة نادي الزمالك كان من المهم جدا أن يتحرك وأنه يحط القرار ده في أول قراراته قبل ما يكمل بقية القرارات لأنه بالشكل ده وبوضع القرار كأول قرار هو كأنه بيقول للناس أن أنا أولويتي الاحترام أن أنا بأرفض رفدا تاما قبل بقى ما أتكلم عن رئيس الزمالك السابق وقبل ما أتكلم عن المشروعات وقبل ما أتكلم عن الاجتماعات وقبل ما أتكلم عن أمور مختلفة أنا بأرفض هذا التحرك آقل لفت نظر لكن فوض الكابتن حسين السيد لأنه يطبق اللائحة إعلاءا لقيم الروح الرياضية خصوصا أن ده بيأتي تزامنا مع زيارة مقبلة خلال ساعات قليلة من مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك لتهنئة المجلس على تولي المسئولية لفتح صفحة جديدة بعد صفحات استمرت لسنوات ما فيش حد فينا يفتكرها بأي خير على مستوى العلاقة ما بين الناديين في السنوات الماضية بكل تأكيد وبالتالي تحرك إيجابي جدا من مجلس دورت نادي الزمالك في سبيل ترسيخ فكرة بيحاولوا يشتغلوا عليها من ساحة ما تولوا المسئولية مع بعض الحاجات البسيطة اللي بتشبهها أحيانا من بوست على فيسبوك ولا رد على إعلامي ولا حاجة لكنها فكرة أن مجلس أو أن الزمالك قيمة كبيرة يرفض التجاوزات ويهتم دائما بالتنافس الشريف لإسم الزمالك وصورته التي تأثرت في السنوات الماضية لحسب ما جاء في بيانات الزمالك أو في تصريحات مسئولية الزمالك في الأشهر الماضية وتحديدا من أكتوبر وقت ما تولوا المسئولية ده أول قرار برافو القرار الثاني بقى تعالوا ندخل على تفاصيل وهو كالتالي ناقش المجلس الشكوى المقدمة ضد مرتضى أحمد منصور بصفته عضو عامل بالنادي الشكوى المقدمة دي هتقول لي مينين هما ما شرحوش في الزمالك بحسب ما سألنا كانت الإجابة أن هي مقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية ده بحسب ما جاء في الإجابة على سؤالنا لكن المجلس ما نشرش الشكوى مقدمة من مين قد تكون الشكوى مقدمة من أعضاء المجلس نفسهم لكن الإجابة أنه الجمعية العمومية أعضاءها عدد منهم تجمعوا وقدموا هذه الشكوى وجاء القرار كالآتي إسقاط عضوية مرتضى أحمد منصور بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العاملة إعمالا لأحكام المادتين 8 و 12 من لائحة النظام الأساسي للنادي طيب قبل ما نكمل النقطة دي تعالوا نستعرض طيب إيه المادة 8 وإيه المادة 12 من لائحة النظام الأساسي في نادي الزمالك يلا نستعرض صورة كده نقرأها مع بعض أقول لكم بس الأول أنه الزمالك خاضع للائحة الاسترشادية اللي هي كل نادي بينزله اللائحة الاسترشادية كل الأندية ثم من حق الأندية أنها تعمل جمعية عمومية للتصويت على العمل بلائحتها الخاصة الأهلي مثلا شغال بلائحة خاصة واللائحة الخاصة بتاعت الأهلي نفتكر موقف شبيه لما من أشهر أعلن أن نادي الأهلي شط بعضوية الإعلامي إبراهيم عيسى والإعلامية وكابتن النادي الأهلي السابق في الكرة الطائرة الكابتن هناء حمزة وكان ساعتها تبقى للائحة بتاعت النادي الأهلي اللائحة الخاصة خطوات الأهلي كانت مدروسة تبقى للائح أن احنا بنقرر شطب العضوية وبنعرضها على الجمعية العمومية في أقرب جمعية عمومية لتعتمدها اللي حصل وقتها أن الجمعية العمومية لم يكتمل نصابها القانوني وعدم اجتمال النصاب القانوني معناه يعتبر تفويض من الجمعية العمومية لمجلس الإدارة باتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات اتحولت كده النقطة إلى مجلس الإدارة الذي أصدر قرارا بشطب عضوية الإعلامي والإعلامية أو الإعلامي واللعبة السابقة للكرة الطائرة قبل ما الاتنين يقدموا بعد كده أمور قضائية وقضايا بلاغات يعني علشان يتم رفض هذا الأمر بحسب ما سعيا إليه الزمالك بقى وضعوا على مستوى اللائحة الاسترشادية طب المادة 18 اللي الزمالك اشتغل عليهم بيقولوا إيه في اللائحة الاسترشادية اللي الزمالك شغال عليها مش هنقرأها كلها لأنه هناخد أهم ما فيها اللي ممكن يكون بيشرح كلامنا بيشرحوا هنا في الأول في المادة 8 مين هو العضو المؤسس وبعدها تكلموا عن العضو العامل فبيقولوا إنه من شروط إنه يكون عضو عامل هي واحد ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية مش هو القصة دي مش بتنطبق على مرتضى منصور لأنه أكيد أكتر من 21 سنة أن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على اكتسابه العضوية على وفق ما يحدده مجلس الإدارة والجماعية العمومية وبما لا يتعارض مع اللائحة المالية الصادرة عن الجهة الإدارية المركزية برضو دي مش هي المشكلة ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه المدنية ولم تصدر ضده أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضية بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة والحقيقة أنه رقم 3 ورقم 4 في الكلام اللي فات دا لو نرجع لها ثانية يا شريف 3 و 4 نرجع نرجع مش نتقدم نرجع 3 و 4 اللي قدامنا الصفحة اللي قبل دي بتقول أنه يعني هو مش محروم من مباشرة حقوقه المدنية ومفيش أحكام نهائية بعقوبة جنائية لأنه كانت عقوبة لكن بعدها الطعن والتصالح أدى إلى إلغاها فأعتقد يعني لو هي دي المادة فرقم 4 فيها ممكن يكون لجأ إليها الزمالك في فكرة محمود السيرة وحسن السمعة والله أعلم لأن الزمالك لم يحدد أي بند في المادة 8 عموما لأنه طبعا ساعتها تتساءل بناء على إيه بيعتبر الشخص محمود السيرة حسن السمعة أو غير محمود السيرة حسن السمعة عموما تعالوا نروح إلى النقطة التالية ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات الرياضية أو الشبابية المحلية أو الإقليمية أو الدولية أو القارية لأسباب بمسة بالشرف وهكذا من النقاط ثم ننتقل للمادة 12 علشان نلاقي في المادة 12 انتهاء العضوية وإسقاط العضوية تسقط العضوية عن عضو النادي في الحالات الآتية واحد إذا فقد شرطا من شروط العضوية هي الشروط اللي هي في المادة رقم 8 رقم 2 إذا تأخر عن سداد الاشتراك أو أي التزام مالي لمدة 5 سنوات متتالية وذلك دون الحاجة إلى تنبيه أو انذار وفي كل الحالات يتعين على مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية ولا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته استرداد المبالغ التي يكون قد سددها في الفترات السابقة لإسقاط عضويته طبعا رقم 1 إنه من حق أي من تسقط عضويته بقرار من مجلس الإدارة أن يلجأ للقضاء وده اللي هيعمله رئيس نادي الزمالك السابق بكل تأكيد رقم 2 هو إنه القرار ده صدر النهاردة وأي مكان ما سيأتي بعده هو قرار تاريخي بكل تأكيد إنه رئيس نادي سابق يأتي مجلس الإدارة التالي ويعلن إسقاط عضويته طبعا إحنا عارفين كل ما سبق عارفين كل التصريحات وأخيرها تصريحات مبارح وبالتالي هنشوف إلى أين سيمر الأمر لكن بكل تأكيد هو قرار تاريخي ضد رئيس نادي اعتاد على جانب آخر في سنوات سابقة أن يشطب ويسقط عضويات معارضي منافسي وغيرها من الأمور لسنوات طويلة فهنشوف إلا يحصل فيها تعالوا نروح للنقطة التانية من ضمن القرارات لكن قبل ما نروح للنقطة دي هنقراها سريعا اعتماد عقود الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم تمام اللي هو بقيادة جوزي جوميز إبرام عقد رعاية جديد مع الشركة المتحدة في إطار سياسة النادي لزيادة عدد الرعاة بما يناسب القيمة المئوية أو المعنوية والتسويقية للنادي ده معناها إيه؟ معناها أن النسب هتختلف وكان فيه نقاشات طويلة في الفترة اللي فاتت الزمالك بيها عايز أنه يزود من المداخيل الخاصة بالرعاية فاشتغل على دمع الشركة المتحدة وأبرم عقودا جديدة التعاقد مع المحامي التونسي سامي بو سرصار والمتخصص في القضايا والمنازعات الدولية وده محامي من الأسماء الكبيرة على مستوى عالم المحامة والنزاعات القضائية الرياضية دي كانت قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك اللي أضف إليها كمان أنه تعاقد مع اللاعب دي كارسن المحترف الأمريكي لكرة السلة بنادي الزمالك لعب حسب السيرة الذاتية جيد الموافقة على إعارة هشام صلاح لعب الفريق الأول لكرة اليد إلى النادي العرب القطري للمشاركة في البطولة الخليجية لأبطال الكؤوس الوصول لمراحل متقدمة في تسوية النزاع مع هيئة الأوقاف بشأن أرض النادي بما يضمن المحافظة على أهم الأصول العقارية للنادي بعد لقاء جمع بين الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ومعالي وزير الأوقاف ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية اللي شهد تعاوناً مثمراً وتقديراً تاماً من الوزارة والهيئة لنادي الزمالك في النهاية يتمنى مجلس الإدارة التوفيق لفريق الكرة مع عودة مباريات الدوري بعد فترة التوقف تحت القيادة الفنية الجديدة وفي ثوب الزمالك الجديد والتوفيق لكل ما هو زمالكاوي طيب قرارات مهمة بكل تأكيد من ضمنها القرار الأولاني الخاص بفريق 2009 على ذكر 2009 النتيجة كانت خلصت 5-1 لصالح نادي الزمالك الأهلي على جانب أخر يتجه اتجاهاً واضحاً لإقالة الجهاز الفني بقيادة الكابتن ياسر محمدين بسبب النتيجة السقيلة على مستوى الخسارة وبسبب خسارة سبقتها كمان كانت قدام سيراميكا كاليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد بيرى مسؤوله الأهلي أن الخسارة من الزمالك إلى جانب تدهور النتائج في الفترة الأخيرة وأنه تواجد دلوقتي في المركز الخامس في جدول ترتيب بيستدعي وقفة مع المدير الفني لمراجعة أسباب التراجع وبالتالي يبدو أن القرار الأقرب هو إقالته والبحث عن بديل المتصدر في هذه المسابقة بالمناسبة هو MP ثم Pyramids ثم Z ثم الزمالك ثم الأهلي طيب ده بيجي بينما بكرة هتبقى زيارة تاريخية متخيل الكابتن محمود الخطيب بأعضاء مجلس إدارته بيزورون الكابتن حسين لبيب بأعضاء مجلس إدارته بحسب ما علمنا هي زيارة بروتوكولية ربما لم أو لن تمتد لوقت طويل لأن في تقارير اتكلمت عن هل سيناقش بعض الأمور الخاصة بالتعاون ما بين الناديين بالعلاقات الوطيدة الخاصة بقى بأي تعاون قادم أبرزها على مستوى الملفات بما أنه قالها مجلس إدارة الزمالك إعلاميا من خلال رئيسه ومن خلال أعضاء مجلس إدارته أنه إحنا بندعو الأهلي إلى مساعدتنا في تحصيل غرامة لاعب الأهلي كهرباء الناس قالت أنه ممكن تبقى الجلسة دي فيها تفاوض حول إيه اللي ممكن يقدمه الأهلي وإيه اللي ممكن يقدمه الزمالك واللي يقدمه الزمالك مثلا أنه يقبل بأنه الغرامة يتم تحولها إلى بدل ما تبقى بالدولار تبقى بالجنيه المصري أو أنه يقبل بالتقصيد بحسب ما علمنا فالزيارة بروتوكولية لكن ما تقدرش تقول أنها بروتوكولية فمش معناها أن محدش هيروح رامي كلمة ممكن طبعا ممكن يتم مناقشة الأمر وإن كان الوضع الحالي أنه الزمالك بيؤكد أن الغرامة دي مستحقة لي وأنه بيبحث عن حقوقه وأن العلاقات القوية مش معناها عدم البحث عن الحقوق وده اللي قاله على جانب آخر عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد الجرحي اللي نشر أنه ده أمر لفتح صفحة وإعادة العلاقات التاريخية نتنافس تنافسا شريفا نحب حبا شديدا لكن دون أن نتجاوز في حق بعضنا البعض الحقيقة أن كلها رسائل إيجابية جدا ومنتظرة وحلوة وتلاحظ ده كمان في تعليقات الناس كرد على بيان الأهلي ثم بيان الزمالك مع شوية تعليقات تقولك لأ ما ينفعش دول السم هاجمنا مش عارف إيه لأ ما ينفعش دول عمل وفينا كده لكن تعليقات صغيرة وليلة لأن الناس كلها حبة فكرة أنه تعالوا نتنافس ونتناوش وندور على حقوقنا قدام بعض لكن في إطار كروي دون مؤامرات ودون تجاوزات سهل الوصول لده بكل تأكيد محتاج الوقت لكن أهم خطواته هي علاقة مجلس الإدارة هنا ومجلس الإدارة هنا ودي الخطوة اللي بدأناها فتعالوا نشوف بقى نتائجها الإيجابية على المستوى الجماهيري وأنا استمتع سويا بكرة قدم متطورة من أهم أسباب تطورها هي علاقة الأندية ببعض على أساس تنافسي شريف بكل تأكيد لو نرجع بأشهر لورا كان الزمالك انتخاباته خلصت في أوائل العشرينيات من شهر أكتوبر اللي فات 21 أكتوبر 23 بعدها بخمسة أيام يوم 26 أكتوبر الأهلي هنأ الزمالك ثم رد الزمالك ببيان شكر فيه الأهلي على تهنئته ودعاه إلى الزيارة ثم أعلن الأهلي الموافقة على هذه الزيارة يوم 7 نوفمبر الماضي للأسف كانت بداية رحلة المرض لأستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق رحمة الله عليه فتأجلت هذه الزيارة ثم جاء تاريخ الوفاة ربنا يا ربي يرحمه ويلحق نبيه في الجنة بإذن الله قبل أيام قليلة وبعد انتهاء مراسم العزاء والحداد اللي أعلنه للأهلي أعلن بدء الزيارة اللي هتيجي بكرة إن شاء الله طيب ده بخصوص الأهلي والزمالك الزمالك بكرة يلعب مباراة مرتقبة أمام الإسماعيلي مواجهة قوية أو بيعود الزمالك فيها للمشاركة بعد أيام طويلة من الغياب عن المشاركات لكن الإسماعيلي جاي من ثلاثة يام من مباراة سيراميك ريباترا وعودة للانتصارات فجاءت قائمة النادي الأبيض في لقاء الغد محملة ببعض أسماء السفقات اللي جاءت أخيرا بعد إنهاء أزمة القيد فجاءت قائمة الأبيض بكرة كالتالي قائمة الزمالك فيها محمد عواد ومحمد صبحي ومعاز علاء الدين الحارس الشاب في حراست المرمى في الدفاع عمر جابر حمزة المثلوسي محمود علاء حسام عبد المجيد مصطفى الزناري ومعهم ممكن تحط إبراهيم أنداي لأنه الزمالك بلا بلا ظهير أيسر خط الوسط نبيل عماد دونجا محمد أشف روقة محمد شحاتة ترابيس متيبة أدي أول اتنين من الجدد سيف جعفر أدي التالت ناصر ماهر أدي الرابع سيد عبدالله نيمار إبراهيم أنداي عبدالله السعيد أدي الخامس والخمسة كلهم في خط الوسط أحمد مصطفى زيزو وشيكبالا قائد الفريق وفي الهجوم سيف الدين الجزيري ويوسف إبراهيم أوباما إذن غيابات الزمالك 11 لاعبا الوينش إصابة بقطع في الرباط الصليبي فتوح مزق في العضلة الخلفية زياد كمال إصابة بمزق في العضلة الخلفية مصطفى شلبي كان لسه بيلعب مبارياته الودية وكان متقلق لقين أصيبه بشد أحمد حمدي وياسر حمد وناصر منسي عدم جاهزية من السفقات الجديدة اتنين منهم مهابي ياسر ومحمد عاطف وسامسون أكينيولا لأسباب فنية ومحمد عبد الشافي مليون سلامة عليك يا عبد الشافي إن بارح كنا قلنا لكم إنه تعرض لكدمة قوية في الركبة والنهاردة الزمالك أعلن رسميا إصابته بقطع في الرباط الصليبي وهيخوض جراحة في ألمانيا وبعد ما يتعامل البروتوكول العلاجي المناسب خلال أيام قليلة هيوساف الألمانيا طبعا عبد الشافي ما فيش مجال لأن الناس كلها عرفة الحياة تاريخ عبد الشافي وما قدمه من أخلاقيات ومن ناحية فنية بل وعادة من الاعتزال أساسا من أجل نادي الزمالك كان خلص قرر أنه يكتفي بما قدمه وبسنوات طويلة جدا ما بين المنتخب والزمالك والاحتراف الخارجي في الأهل السعودي قبل العودة للزمالك زمالك بقى عنده مشكلة في مركز ظاهير الأيصر عبد الشافي عايزينك عادة من الاعتزال ومع عودته من الاعتزال اتصاب فاتوح تم التخلي عن عبد الله جمعة لأسباب سعى إليها الزمالك من اليوم الأول باعتبار أن سلوكيات اللاعب لم تكن احترافية بحسب ما كان يتقلن من مسؤولي الزمالك من اليوم الأول وتخلى عن حتم سكر اللاعب الشاب دي النقطة اللي بشوف أني عليها ممكن تحفظ من وجهة نظري فنياً راح الإسماعيلي بعد فسخ التعاقد لم يبقى إلا عبد الشافي أصيب عبد الشافي اللي النهاردة اللي يبين لك التأدير لمسيرة عبد الشافي هو اللي ناله من احترام الجميع من الأهلوية قبل الزمالكوية أنا أفتكر لما عبد الشافي تصاب إصابة طويلة قبل كده في كتفه في مباراة أهلي وزمالك بعد التحمع وليد سليمان أعتقد وليد سليمان آه وليد سليمان كان أول اللي راح زره والأهلوية كانوا من أوائل الناس اللي زعلت على القصة دي لأخلاق اللاعب ولتميزه رغم أنه لعب مؤثر جداً في منافسهم الأول الإصابة لم ترحموا في هذا السياق سلامات يا عبد الشافي وإن شاء الله ترجع بألف سلامة قد تكون دي نهاية المسيرة لكن إن شاء الله نراك في خطواتك المقبلة بإذن الله وقد نرى إبراهيم انضاي غداً كظهير أيسر أمام الإسماعيل إمام عشور لاعب الزمالك السابق لاعب الأهلي الحالي كان من اللاعبين اللي وجهوا رسالة تحية ومواساة لعبد الشافي فقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا سلامتك يا كابتن مع نشر صورة لمحمد عبد الشافي اللي أكيد كان لأدوار برضو مع إمام عشور حينما كان لعباً في صفوف الزمالك قبل موسم تقريباً من الآن أو سنة من الآن طيب ده بخصوص نادي الزمالك ماذا عن الأهلي؟ الأهلي إن باري حكوناً بنتكلم إنه كهرباء ممكن ما يلحقش ماتش يوم الجمعة بسبب فرح شقيقته والكابتن ربيع ياسين قال أب الروحي لكهرباء قال انفعش يعني اللعبة محترفة بتاخد فلوس إحنا كنا بنتجوز وتاني يوم بننزل نلعب أو بنأجل أفراح علشان مش مناسبة لوقت المباريات فكان بيقول إن الأمر ده غير منطقي لكن القصة النهاردة إنه فيه لاعب تاني طلب الحصول على إذن للسفر خارجياً وهو مودست طلب السفر من أجل ارتباطه بظروف خاصة به وبالتالي حتى الآن بيدرس الأمر مارسيل كولير مش منطقي طبعاً أنت عندك ماتش ميديامة وحتى مش ماتش لبطولة أنت حاسم التأهل فيها أو الصدارة فيها لا أنت ولا تأهلت رسمياً ولا بالتبعية تصدرت المجموعة أنت متصدر حالياً بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأخير فتروح البطولة أو الماتش في غانا ولا مهاجم ولا كهرباء ولا مودست بوسام أبو علي فيلعب أول ماتش رسمي بقميص الأهلي في ملعب في غانا في مباراة حساسة زي كده أمر الحقيقة مش مفهوم لكن عموماً القرار في إيد مارسيل كولير وهنشوف كيف سيتعامل غداً مع عودة الأهلي إلى تدريباته بعد اليومين الراحة اللي حصل عليهم السفر زي ما أنتوا عارفين يوم الأربع والمباراة يوم الجمعة في السادسة مساءً ده على مستوى أبرز أحداث القصص الرياضية داخل النادي الأهلي وداخل نادي الزمالك أما عن المنتخب وعن أنديتنا المختلفة وعن لقاءات الدوري اللي تلعبت النهاردة هنتكلم عنها بعد استعراض نتائج المباراة لكن بعض الفاصل هنتكلم عن تفاصيلها مباراة اليوم في الجولة رقم 13 من الدوري المصري الممتاز دعبت ثلاث مواجهات وكانت كالتالي تعادل أمبي مع سموحة مع محاولات مستمرة لسموحة لم تهتز الشباك ولا البيضاء ولا البترولية بينما البنك الأهلي أدرك تعادلاً مستحقاً في نهاية المباراة قدام زد اللي كان تقدم وبهدف عكسي تعادل البنك الأهلي أما بيرامدز وده تعادل تاني على التوالي للفريقين بعد عودة التوقف أو العودة من التوقف الدوري بيرامدز عادة من التعادل في الجولة الماضية أمام زد بفوز مستحق على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل ليتقدم من جديد في جدول ترتيب المسابقة اللي بكرة فيها ماتشين مودن فيوتشارون مقاولين الإسماعيلي والزمانك ده غير إن عندنا السلساء سيراميكي ريباترا مع الجونة والمصري مع البلدية والدخلية مع فاركو في ختام مباريات الجولة 13 من المسابقة بعد الفاصل في الماتش عندنا شوية نقاشات تخص التحكيم وعندنا كمان شوية نقاشات تخص شكل جدول الترتيب والمتوقع ليه بعد التعديلات اللي حاليا بتجرى على جدول مبارياته بناء على طلب المدير الفني لمنتخبنا الكابتن حسام حسن خليكم موجودين معنا بعض الفاصل قرر السويدي مارسل كولر المدير الفني للأهلي تعديل موعد سفر الفريق إلى غانا لخوض لقاء ميدياما الجمعة المقبلة في الجولة الخامسة من دور أبطال إفريقيا وتقرر سفر الأهلي لغانا الأربعاء المقبل بدلا من الثلاثاء وذلك على غرار رحلة الجزائر الأخيرة حيث يكتفي كولر بتدريب وحيد خارج مصر قبل اللقاء رفض البرتغالي جوزي جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زمالك فكرة انضمام الأغندي ترافيس متيابة لمنتخب أغندا في دورة الألعاب الأفريقية المقرر لها أن تقام في غانا بداية من يوم الثامن من مارس المقبل حتى ثالث والعشرين من نفس الشهر وذلك لحاجة الفريق إلى خدمته يفاضل إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي بين الثناء عماد حمدي ومحمد عبد السميع لتعويض غياب محمد حسن أمام الزمالك في المباراة المقرر لها غدا الاثنين في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري وصل عبد الرحمن نادر لاعب فريق فونيكس الأسترالي والمحترف سابقا في دور كرة السلة الأمريكي M.B.A. إلى القاهرة مساء اليوم الأحد تمهيدا لإنهاء أوراقه والمشاركة مع منتخب مصر الأول لكرة السلة خلال الفترة المقبلة M.B.A. أعلن نادي اسطنبول باشاك شهير التركي عن دخوله في شراكة مع مجموعة سيتي فوتبول المالكة لمنشستر سيتي بطل الدور الإنجليزي ودور أبطال أوروبا ليكون النادي الرابع عشر الذي تستحوذ عليه المجموعة التي يسيطر عليها أفراد العائلة الحاكمة بالإمارات حيث يملك حصة الأغلبية فيها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تعاقد نادي زا مالك رسميا مع المحترف الأمريكي دي ماركو دي كرسون لتدعيم فريق كرة السلة خلال الفترة الحالية ويمتد التعاقد مع اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري سهلا بحضراتكم مرة تانية في الماتش من أيام انتهت بطولة أمم أفريقيا كوديفور 2023 منتخبنا ودع البطولة من دور الستاشر لكن ظهورنا التحكيمي استمر حتى اليوم الأخير منها بظهور للكابتن محمود عشور كحكم فيديو للمباراة النهائية بين كوديفور اللي حسمت البطولة من أجلها أو اللي صالحها ضد منتخب نيجيريا لكن مسيرة مصر التحكيمية في البطولة كانت الحياة مشرفة ونالت تقديرا جماهيريا غير ان هي نالت تقديرا رسميا على مستوى وزارة الشباب بوريوضة وعلى مستوى اتحاد الكرة المصري وأكيد على مستوى رئيس لجنة الحكام الخبير الأجنبي اللي لم يتم توجيه الشكر لي من جانب الحكام نفسهم هنوجه السؤال ده ضمن أسئلتنا لمستر بيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية البرتغالي الجنسية عبر زوم أهلا وسهلا بك مستر بيريرا سعداء بوجودك معنا شكرا جزيلا على دعوتي بداية كيف تقيم أداء الحكام المصريين السبعة بمختلف أدوارهم داخل الملعب في بطولة أمم أفريقيا حسنا كان أداءا رائعا للغاية للحكام المصريين في الأفكن وكان يتوافق مع المستوى العام للأداء للتحكيم بشكل عام وقاموا بعمل جيد للغاية وأن الكاف يتطور كثيرا في مجال التحكيم وأيضا المجهودات التي تبذل عن طريق الاتحادات الإفريقية أيضا ومستوى الذي ظهر عليه سبع حكام المصريين في كل المباريات في المنافسة وكان موجودون في المباراة الافتتاحية وأحدى مباريات في نصف النهائي وربع النهائي وكان هناك حكما للفيديو في المباراة النهائية مصريون وبشكل خاص الاستمرارية في البطولة أظهرت إلكانيتهم الكبيرة وأيضا شجعتهم ليستمروا بالعمل الجاد من أجل التحسين ورفع حالة التحكيم المصري من القاع إلى القمة نعم طرح الكثيرون سؤالا حول ما أسباب الاختلاف بين أداء الحكام على المستوى القاري وأداء الحكام أنفسهم على المستوى المحلي بينما رد الحكام بأن الانتماءات هي من تحدد الانتقادات فالجمهور حين تابع أمم إفريقيا قيم بنظرة محيدة بينما حين يقيم الحكام على المستوى المحلي بيقيم بنظرة فيها ألوان وانتماءات فهو ما يجعلهم عرضة للانتقادات كيف ترى أنت أو هل لحظت اختلافا في أداء الحكام في أمم إفريقيا عن أدائهم في البطولة المحلية؟ نحن يجب أن نفهم شيئين في الأفكون نحن نرى فقط حكام الفيفا وهم أفضل حكام واحد أو سنين أو ثلاثة هم أفضل حكام هم أفضل مساعدين وأفضل حكام فيديو من كل دولة هو يعتبر كريم دو لا كريم أو قمة الحكام في كل دولة قمة الحكام في إفريقيا في عقاس العالم الأفضل في العالم والآن عندما نحلل التحكيم بشكل عام في الدول سواء هنا مثلا في الدوري المصري وهو الدوري من دوريات القمة لدينا سبع حكام تابعين للفيفا هم الأفضل ولكن لدينا خمسة وعشرين حكما آخرين وبكل تأكيد كلما كبر عدد الحكام قلت الكفاءة هذا أمر طبيعي يجب أن نفهم هذا الأمر لماذا تقل الكفاءة كلما زاد عدد الحكام هو مثل الفريق الوطني فأن الفريق المنتخب الوطني يلعب بخمسة وعشرين لاعبا إذا كان لدينا مائة لاعب بدل من خمسة وعشرين لاعب على أعلى مستوى لا يمكن أن نجدك هذا العدد لا يمكن أن نكون لديك خمسين حكما على أعلى مستوى على مستوى كأس العالم هذا أمر طبيعي للضايا لكن هؤلاء الحكام الدوليون أنفسهم ينتقدون في البطولات المحلية يعني بعيدا عن باقي الخمسة وعشرين حكما هؤلاء السبعة ينتقدون محليا بينما يتم الإشادة بهم قاريا هل تجد تفسيرا لذلك؟ حسنا ما أستطيع قوله هو أنه في هذا الموسم في الدوري كان لدينا حوالي مئة مباراة ومستوى الأداء كان رائعا للغاية ولذلك هناك مباراة أو اثنين فقط بها قرارات خاطئة وهو عدد جيد ولذلك حتى الآن نحن سعداء للغاية بأداء الحكام ويجب أن نستمر بالعمل نعم إذا أردنا أن نتطور يجب أن نستمر بالعمل الجاد لنحصن أداءنا لا يوجد حلولا أخرى غير العمل الجاد العمل الجاد ما هي نوعية العمل الجاد التي تسعى لعملها برفقة الحكام في المرحلة المقبلة أو حتى في المراحل السابقة مستر بيريرا حسناً هناك بشكل أساسي أربعة أعمدة للحكم الجيد الجانب التقني الجانب الجسدي الجانب العقلي والزهني والاجتماعي وهناك الكثير من الأشياء داخل هذه الأعمدة الأربعة الأساسية نحن نقوم بتوجيه الحكام والحكام منذ بداية أغسطس زادت معرفتهم بقواعد اللعبة كما تعلم من أغسطس حتى الاختبار الثاني في يناير كان هناك تحسناً رهيباً وكبيراً للغاية في مستوى الحكام كانوا يقومون بعدد لفات أقل سواء جسدياً الآن يقومون بعدد سلسين لفة وأزادوا من مستوى كفاءتهم الجسادية ومع بداية الموسم ومن الناحية التقنية أيضاً نحن نقوم بالعديد من التحاليل ولدينا اجتماعات على زوم مع المساعدين ولدينا العديد من المعلومات بخصوص الظار نعم إذن لماذا مستر بيريرا نجد من داخل الحكام ومن بين الحكام من يقول أنك عملك إداري فقط وأنك لا تركز على إقامة المعسكرات أنا أقوم فقط بالعمل الإداري من قال ذلك؟ الكثير من الحكام عبر مصادر نشرت عبر وسائل الإعلام في الأيام الماضية كل جلسات التدريب كل الاختبارات كل تقديم المعلومات كنت حاضراً وكنت أتدخل فيها وقوم بمدخلاتي إذا كانوا يقولون هذا أنا ليس لدي أي تعليق عليه نعم بعد بطولة أمم إفريقيا خلال البطولة أرسلت خطاب جميل بتوجيه الشكر على الأداء الرائع الذي قدمه الكابتن محمود عشور كحكم لتقنية الفيديو ما أسباب هذا الخطاب وهل كان بمثابة رد اعتبار للكابتن محمود عشور نفسه الذي كنت ستقصي من القائمة الدولية لكبر سنه الخطاب الذي أرسلته لالسبعة أرسلته إلى السبعة من الحكام السبعة حكام الموجودين ليس فقط للكابتن عشور في وجهة نظري هو خطاب لأشكرهم على أدائهم وبشكل شخصي مع الكابتن عشور على أدائه في البطولة كلها لأنه قام بتحكيم العديد من المباريات وبشكل خاص في النهائي بعد البطولة الكابتن محمود عشور نفسه قال الآتي في تصريحات تلفزيونية من خلال هذا البرنامج إننا صرفنا دولارات هباءا مع الأجانب دون جدوى في مقالة محمود أبو الرجال إن الحكام لم يستفيدوا من مستر بيريرا في مقالة الكابتن محمد عادل إن حكام أمم إفريقيا أعدوا أنفسهم إعدادا ذاتيا هل يدل أو هل تدل هذه التصريحات على علاقة مهتزة أو متوترة مع الحكام الدوليين في مصر أنا آسف أنا لم أسمع السؤال جيدا نعم الكابتن محمود عشور قال بعد البطولة إننا صرفنا دولارات دون جدوى مع الأجانب ومحمود أبو الرجال قال إن الحكام لم يستفيدوا من مستر بيريرا ومحمد عادل قال إن حكام أمم إفريقيا أعدوا أنفسهم إعدادا ذاتيا وجميعهم تحدثوا حتى بالإشادة عن الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة السابق لإدارة التحكيم هل يدل هذه التصريحات على علاقة مهتزة بين الحكام وبين مستر بيريرا رئيس لجنة الحكام من جانبي أنا لدي علاقة طيبة مع الجميع فقط إذن كيف تفسر هذه التصريحات مستر بيريرا يجب أن تسألهم ولا تسألني أنا أنا لا أعرف هذا أنا لم أستمع إلى ما قالوه فلا أعلم لا أعلم الصياق وهم نستطيعون فقط أن يفسروا ما قالوه هم فقط من يستطيعون فعل ذلك لكنك لست مهتماً بتفسيره أو سؤالهم عن تفسير ما قالوه لا لم أسمع ما قالوه إطلاقاً وأنا أسمعه لأول مرة الآن أنا لا أعلم الصياق الذي حدث في هذا الأمر نعم وليس لدى أي تعليقات على هذا الأمر لا أعلم ما قالوه ولذلك لا أستطيعون أن أفسر شيئاً لا أعلم نعم سامعت بالأمس تصريحات مستر بيريرا حضرتك عن عن استمرار علاقتك بالاتحاد المصري وهو رداً على تقارير تتحدث عن قرب انتهاء العلاقة ماذا عن العلاقة مع مسؤولي الاتحاد عقدك حتى الآن ساري حتى نهاية الموسم أليس كذلك عقدي هو حتى نهاية هذا الموسم نعم حتى هذه اللحظة بنسبة كم بالمئة أراضٍ عما قدمته للتحكيم المصري مستر بيريرا أنا أقوم بعملي أنا بنفسي وزملائي في اللجنة نحن نقوم بأفضل ما لدينا الاتحاد طلب مني ثلاثة أشياء الأول هو أن أنظم بشكل إداري عملية التحكيم ثانياً أن أعمل في تطوير وتعليم التحكيم من الجذور حتى القمة نعم والثالث هو أن أزيد عدد الحكام على المستوى الأعلى في المنافسات الأعلى نعم بخصوص الهدف الأول التحكيم الآن منظم للغاية ومتناسق مع الفيفا لأنه لم يكن مسبقاً منتصقاً مع قواعد الفيفا نحن لدينا لجنة منظمة مستقلة والتي مسبقة كانت لجاناً مربوطةً ببعضها البعض نعم نحن الآن أكثر تنظيماً ونحن نكون متوازين مع الكاف والفيفا بشكل أكبر لدينا تنظيم أفضل نعم ونحن اقترحنا عملية إعادة تشكيل لجنة التحكيم والآن لدينا الخمسة عناصر كل منها لديها مهام محددة في اللجنة فالهدف الأول حققناه ونحن مستمرون به الهدف الثاني تطوير وتعليم الحكام من القاعد القمة نحن دربنا برنامج مدربي المدربين نحن دربنا ثلاثة وستون مدرباً تقنياً في كل فرع نحن قمنا باعتماد أكثر من مئة مدرب نحن نتابع القرارات والتقارير بشكل دوري ونحن نزلنا نعمل نعم نحن نقوم بكل شيء إذن يمكنني القول أنك راضم بنسبة بين تسعين إلى مئة في المئة عن ما قدم للتحكيم في الفترة الماضية؟ ما الذي أستطيع أن أقوله حتى الآن كل الأهداف التي طلبها مني الاتحاد تم تحقيقها نحن لم يكن لدينا سبعة حكام في الأفكم مسبقاً لم يكن لدينا النسخة الماضية شهدت تواجد سبعة حكام مصريين حسناً حسناً منذ عام 2000 لم يكن لدينا حكماً مصرياً في المباراة الإفتتاحية نعم منذ 24 عاماً نعم النهائي كان لدينا حكماً في النهائي نعم كل نعم نحن لدينا تم اختيار حكمين لكأس العام نحن الدولة الإفريقية الوحيدة التي تم اختيار حكمين مصبقاً منها لكأس العالم أتفق أتفق معك مستر بيريرا في هذا الإطار ومن هنا أنتقل معك إلى الحديث عن مباراة نهائي كأس مصر المقرر إقامتها بعد تقريباً عشرين يوماً من الآن بين الأهلي والزمالك هل الكابتن محمود عشور مرشح للتواجد كحكم تقنية فيديو بعد إدارته للمباراة النهائية كحكم فيديو؟ ما الذي أستطيع أن أخبرك به أن هذا الديربي التاريخي لمدينة القاهرة سوف يلعب في دولة تقوم باستثمارات كبيرة في الرياضة سوف يكون عرضاً آخر حول جودة كرة القدم في مصر وأيضاً فرصة للتحكيم المصري أن يوضح أنهم مستعدون لأهم المباريات والدوريات والدورات التي تحدث في العالم ونحن حاسوا أنهم يقومون بهذا في الدوري المصري ومع الاتحاد المصري ولذلك كل المباريات النهائية تضرغ بحكام المصريين حتى الآن وكانت على مستوى عالياً للغاية نعم في هذا الإطار مستر بيريرا ولضيق الوقت ستكون أسئلة قصيرة وستكون الإجابات موجزة إذا استطعت باستئذانك وهو بداية على قصة إدارة المباراة بتحكيم مصري تحدثت عن أن هناك مسؤول اقترح إقامة المباراة بتحكيم أجنبي من هو هذا المسؤول؟ هذا الأمر ليس مهماً ليس مهماً نعم ليس مهماً من قام بذلك لكن المهم هو لهذه المنافسة لجنة الحكام وأنا سوف نعين فرقاً من الحكام البصريين هل هناك مقترح بتعيين الكابتن إبراهيم نور الدين حكماً للساحة في هذه المواجهة تكريماً له بعدما أعلن الاعتزال بنهاية الموسم؟ لا إبراهيم نور الدين قام بتحكيم نهائي بالفعل نحن لدينا أربعة نهائيات إبراهيم نور الدين قام بتحكيم واحداً منهم اخترت محمد عادل حكماً لنهائي كأس مصر حسناً سوف أتواصل أولاً مع الحكام وبعد ذلك سوف نجعل الأمر رسمياً ونعلنه رفضت لجنة الحكام هذا المقترح باعتبار أن الأهلي سيهاجم هذا الاقتراح لسابقة بينه وبين الكابتن محمد عادل لا 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 أنا أخبرك أن التعيينات تمت وسوف أخبر الحكام عندما نؤمن أن الوقت يكون مناسباً للغاية وبعد ذلك سوف نعلنه نعم هل إدارة أمين عمر للنهائي الكأس السابقة بين الأهلي وبيرامدز يقلل من حضوضه في إدارة مباراة النهائي المقبل؟ أنا أفهم حاجتك للمعرفة الأنباء وفضولك ولكن في الوقت الحالي لن أجيب نعم لن تجيب وأنا أشكرك شكراً جزيلاً مستر فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية على وجودك معنا وعلى سعة صدرك أيضاً شكراً جزيلاً لوجودك معنا بعد الفاصل في الماتش مع الكابتن أحمد ساري نجم الكرة المصرية السابق النهاردة الاتحاد السكندري نجم الاتحاد تعاء وخسر من بيرامدز بهدف دون مقابلها نتكلم عن النقطة دي وعن بعض النقاط الخاصة بجدول المسابقة بعد التعديلات المتوقعة أنها تعلن بكرة بعد الفاصل في الماتش خليكم موجودين معنا سريعاً خمس إفنتات أو خمس مسابقات للريشة الطيرة وهذه الخمس مسابقات هي الخاصة بخمس ميداليات في الدورات الأولمبية هناك مسابقة الفرد الرجال الفرد السيدات زوج الرجال زوج السيدات ثم الزوج المختلط الحقيقة كانت الدول كثيرة جداً مشاركة بالفرديات لأن الفرق شيء والفرديات شيء آخر الفرق يعني قد انتهت في ثلاثة أيام ثم بدأت الفرديات يمكن نتائج مصر الحقيقة إلى حد ما محتقائسة شرفنا بحق التنظيم لبطولة أفريقيا المقامة على أرض مصر في 12 فبراير حتى 18 فبراير عندنا تنظيم رائع جداً إشادة من الاتحاد الأفريقي رئيس العاد الأفريقي موجود معنا أعضاء كان فيه ولاش عمل على هامش البطولة للتحكيم القري بدلنا البطولة بفعالياتها فرق وإنديفيدول النهاردة الختام في الفرديات بتاعة البطولة الحمد لله يمكن دي أكوى بطولة بتتم في أفريقيا يمكن البطولة دي بالذات لها طبع خاص لأن هي من ضمن البطولات المؤاهلة لأولمبياد باريس 24 إحنا الحمد لله في الفرق يمكن الحظ ما فأناشن إحنا نجيب الدهب الحمد لله جبنا ماداليا برونز كان المش صعب جداً ضد نيجيريا في السيمي فاينال خسرنا تارتها تنين يمكن في آخر لحظات بفرق وطتين بالزبط فالحمد لله ده تغفي من عند ربنا كرمنا بالبرونز النهاردة الحمد لله جبنا برونز في الفردي لأدم حاتم أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة تانية من قبل حتى الهوى ما يرجع والنقاش بدأ بيني وبالنجمة الكرة المصرية والاتحاد السكنداري والزمالك السابق الكابتن أحمد ساري منور الدين يا كابتن ساري أخبارك إيه؟ كله كويس؟ كله تماماً كنا بنتكلم عن نقطة مهمة جداً وهي نقطة عودة الجماهير بعدد أكبر مبارح قرار بزيادة عدد الجماهير لعشرين ألف مشجع وده اللي ممكن نبدأ نلحظ بقى تغيرات على شكل المباريات بداية من الفترة اللي جاية كابتن ساري بتشوف إزاي تأثير زيادة عدد الجمهور وهل هو قرار موفق بالنسبة لك ولا لا؟ هو موفق جداً طبعاً وبتأخر يعني من فترة طويلة أن ترجع الجماهير لحادثها الطبعية اللي توجدها في الملاعب يعني أغلب قالك كرة القدم خصوصاً والرياضة عموماً للجماهير الناس عشان تستمتع بيها فإذا كان مفيش الأنصر الأساسي اللي هو بتتعمله هذه المنظومة فبتفقد كتير قوي من كوميتها أخبارك إيه بقى؟ تمام الحمد لله عاش من شاف الله يخليك كله كويس؟ الحمد لله الحمد لله الجماهير في الماتشات وإنت يعني واحد من النجوم اللي كان الجمهور بيستنها ويستنى تنزل وتاخد السوكسيل حلو من الجماهير ويا نازلة لما بتعمل مقارنة كده في بالك ما بين اللي عصرته كلاعب وما بين المشاهد اللي كنا بنشوفها في السنوات اللي فاتت بتحس بإيه كفر؟ يعني وإنت بتكلم دوقتي أنا كيف مخيلتي كده كنا ندخلين لستاد مرة استاد سكندرية فجمهور بتاع التحاد رح وقف قدام بابا لستاد مش عايزين الأوتوبيس يخش فكان الكاب طلعت وقتها المدير الفني فالناس وقفوا قدام الأوتوبيس مش عايزين يدخل الأوتوبيس ليه؟ كابتن طلعت حايزين نعرف حمد سار هي لعب ولا لأ فالكاب طلعت بصلي كان لي رد رد قطرهم هلعب هلعب رحموا السعير عادي فلما كنت بتخش النساد والناس النادي عليك وانت نازل الملعب يعني كان فيه وقتها فيه موسم كابتن عمد الكاز جي لعب في الاتحاد فكنت أنا هو موجودين في الفريق تمام فكان لما الكاز بينزل بياخد شوه عالي قوي ما أنا كنت بقى نزل يعني ايه الناس برض ايه شوية بي ايه بيحبوني من اولادنا دي الاتحاد فتاخد نفس الشوء فكان بيبقى فيه صراع كان بي تنافس صراع وبتنافس بين اللعيبة في الفريق واحد بلقص بنفس الفريق غير بقى ان كنت بتلعب الأهلي او بتلعب الزناية او بتلعب الإسماعيلي تلاقي في الإسماعيلي محمد صلحة بطيشة تلاقي في المصري بقايمين مصري تلاقي في المحلة خالد عيد كنت بتعملوا بقى انت والكابتن احمد الكاس في المنافسة بتاعت مين هيتسقف له اكتر مين هيتهتف له باسمه اكتر كانت بدأة من قبلها لما كنا في الأولومبي كنت انا في الكاس في الأولومبي وكان الكاس هو اللي سعى انه هو يجبني الأولومبي تمام فكنا من نفسه احنا اتنين على الهدف الدوري كان احمد الكاس خد الهدف الدوري 13 هدف انا خدت التاني 12 هدف الكابتن جمال عمحميد 11 هدف كابتن محمد رمضان 10 ده كان ترتيب هدفين الدوري اتنين من الأولومبي بيتنافسوا على لقب هدف الدوري كانت حاجة مش طبعية وقتا احنا في الأولومبي كنا التاني والتالت وكنا ممكن ايه قابقا و سنة وقتنا ان احنا ناخد الدوري لو كنا لعدنا الزمالك مباراة فصيلة فلكن ما وصلناش لمباراة فصيلة اتغلدنا المؤولين وتعادلنا اعتاقد مع ضمنهور ده كان سنة كم دي كانت اعتاقد اه 94-95 كده كان دي سنة بتاعت فايبع اللي كان بيحصل في النقس اللي جوه الملعب وجماهيرية كمان دي فكنا في الملعب كان قسامي يوسف واحد من الأحنا في اللعيبة اللي موجودة في مصر كان بيعرف يوصل الكاس كويس قوي للجون فانا كنت استنى ما قسامي يبصل الكاس هو بيتحرك رحنا قطع من قدامه احسن توصل له هو ولا حاجة فيروح جاي الكاس بسس له كده يقول له انا لحبته لك هو اللي راح هنعمل له فكاس كان يجيب جون رحنا جايب جون انا اجيب جون رحكاس جايب جون منافسة تخدم الفرقة يعني فيه اوقات كتيرة كنت انا بقى فاتفرج على الكاس بعد ما اجيب جون وقفله مش قادر تحرك عارف اعمل حاجة لانا عارف سقفله من العجاب بالجون اللي هو جابه يعني كان فيه مراكرا في لعب الشريعة اعتقد فالكرة جات للكاس على صدره فاستلم الكرة بصدره فانا جريت عشان يلعب هالي فراح عامل كده هوا فانا جريت فكل مدفعين نجوم معاي كمل هو لا ده عامل كده كلنا اجري رحاليا في الناحية التانية وروح عامل كده جميل الله على الجميل حاجة بالفضل تسقفله ساعة في المر نجوم كرة جميل كان فيه مرة كنا في التمرين مع المنتخب مصر كان كابت ابراهيم حسن وحسام وكانت الحسام فاحنا بنلعب الكرة كنت انا وكانت حسام من اتنين مهاجمين فنلعب الكرة لابراهيم ناحية اليمين وبيعمل بالعرض فكانت الكرة ايه انا وكانت حسام بنجيه عالجل فبنغير فتلعب على القريبة قال ايه حسام يروح على القريبة رح عملها بجميل نغير بعد كده رحانا على القريبة وحسام يروح على البعيدة ابراهيم عملها على البعيدة حسام جايبها فانا عقبت بيت استنى اول ما ابراهيم يحط رجله في الكرة وبيلعب وحس انه هيلعب على القريبة رح عطى من قدام حسام وروح لعبها إيه الدور اللي ممكن تستفيده الأندية الجماهيرية غير اللي في الدور الممتاز إحنا عندنا الأندية الجماهيرية اللي بعيدة عن الدور الممتاز أكتر من اللي موجودة في الممتاز إيه اللي ممكن نستفيده من تجربة مبدئية بزيادة عدد الجماهير لـ 20 ألف كابتان سالي يعني أولا حضرها كحاجة دلوقتي الميديا بقت حاجة تسويق عالي جدا أعتقد أن الأندية الجماهيرية لما يكون وراها الدفع للجماهير الكبير قوي الناس ستتصابق على أن هي طرعها هذه فدي نقطة أسية أن أنا أقدر أجيب دخل كبير قوي الأندية عن طريق تكاتف وجود الجماهير في الممتاز الأندية اللي هي بعيدة عن الدور الممتاز أعتقد هيبقى قدامها بفرصة أن هي تحاول ترجع للدور الممتاز تاني عشان خاطر تستقطب هذه الجماهير يعني ما احترامي كل الأندية اللي في الدرجة اللي أقل من المحترفين مثلا اللومبي، ترسنة، السويس، دمانهور، المنصورة الأندية دي جمهرياتها كبيرة قوي الفيوم، السيوت أنا رحت لما تشط وإحنا بنلعب في الملعب دي الملعب فيه 20-30 ألف وبرزا يوم فالأندية دي عشان ترجع وترجع بجمهريتها لن ترجع للدور الممتاز مهما كانت في الدور المحترفين أو أقل ما أعتقدش الجماهير دي هترجع بالكسافة اللي احنا نتمنعها على ذكر الأندية الجماهيرية وأندية الشركات بقى الموازية ليها أو اللي بتنافسها والمنافسة قوية وإعلاميا بنتكلم عن المنافسة دي والأندية الجماهيرية غضبانة شوية من القصة دي والفروقات اللي بينهم أنت كنت ديك تجربة مع نادي ممكن نسميه نادي شركات اللي هو نادي البحر الأحمر كنت رسا نتكلم عليه اتحاد البحر الأحمر كان من أوائل تجارب الأندية اللي بتستقطب النجوم وعايزة تدخل دخلك بيه رأوي إيه قصة النادي دا كابتنسي يعني لا هدرك الحاجة هو النادي مش نادي خاص هو كان نادي اتحاد البحر الأحمر نادي بتاع المحافظة لكن هينفق عليه بقى وكيلة مسؤولية هذا النادي إلى مستر كامل أبو علي كان هو رئيس النادي وكان الوقتها المحافظ اللي هو سعدة بريدة بحر الأحمر اه محافظة البحر الأحمر فكان حتى وقتها المناسبة كان السيد الرئيس حسنين مبارك قال إن هو عايزة يعمل سياحة في الغداء رحمة الله عليه فعايزين نستقطب لأهلي زمان كيروح يلعبوا في الغداء فابتالي الفكرة إن هو نعمل فريق يصعد للدار الممتاز فكاننا مجموعة من النجوم كنا حوالي تسعة أو عشر من لعبة الدار الممتاز كان وقتها كابت الحمزة الجمل سيد السوركي فرق فهيم تامر باجاتو على حصاب الله ياسر ملاح تامر ميدو خالد يعني حوالي تسعة عشر لعيبة كده حوالي عشر لعيبة كده كنا مشين الدور الأولاني الأول وفرق حوالي خمسة ستة بونتعان أسوان كان التاني بتاعنا كنا بنلعب في مجموعة السعيد وسيناء فالدور التاني بدأنا فحصلت مشكلة في مستر كامل وبعليق وقتها كان هو المسؤول عن الصرف فأعتقد تسافر برة تمام فكان حصل في تعصر في بعض الأوقات الماديات وكده فابتدل فريقة تراجع بشكل يعني إيه مشاك كابتن عبدالله درويش وجي كابتن طه بصري وكابتن إحايا سماعيل رحمة الله عليهم فيعني في آخر مواتشين تلاتة أعتقد أن احنا أخفقنا فيهم حصل فيه إصابات حصل فيه مشكلة برضو في موضوع الماديات ده فأسوان أنا جايين عشان الفلوس مش هدونا الفلوس ومش هتأخذوا الأداء أنا كنا بالنافس لا ما كانش كده قد ما هي كانت تدخلات عامل أخرى رجعت كافة أسوان في الآخر ما بيننا فصاعد أسوان فصاعد ساعتها التجربة دي بعدها تعملت لها الجونة دلوقتي الجونة بظبوط صح بعد سنين من التجربة دي بنوصل لشكل مشابه لها وهو شكل الناس بتقول أنه بسبب غياب الدوافع ما بياخدش بطولات هل ده السبب وراء أنه الأندية الاستثمارية أو الاستثمار في الأندية بإنفاق واستقدام نجوم ما بتاخدش بطولات هو أنه ما فيش دوافع ما فيش جماهير حوالين الأندية دي طيب الله حضرك الحاكم مبدئيا دلوقتي أن أي نادي عايز ياخد بطولة يحط أصادها رقم مادي فرقة بيرامتس واللعيبة اللي موجودة بأرقامها الحالية اللي هم دخلوا من أول موسم ليهم دخلوا في المنافسة مع الأهل والزمائلك ولكن ما وصلوش للايه للأمتار الأخيرة وصلوا أمتار أخيرة بس ما توجوش ما عرفش يتصابق مع الأهل والزمائلك لحد النهاية ليه؟ يعني ماديا تساوي في كل حاجة ولكن الجزء اللي حضرتك قلت عليه جمهريا أعلاميا دوافع برضو يعني في بعض الحاجات اللي هي تدخلات خارجية يعني بتبقى فيها مؤسرات يعني في الكواليس هتبان أنه لما يكون الأهل والزمالك ضد بيرامتس أعتقد أي حد يعني مثلا فيه تعاطف أغلب الوقت مع الأهل والزمالك لإجتساب الجماهير ده تعاطف من الجماهير؟ لا مش من الجماهير من المسؤولين عن الإدارة عن الإدارة بتحس أن ده بيحصل؟ طبعا في ماتشات أهلي أو زمالك ضد بيرامتس لا أقول لحضرك الحاجة قبل ما قبل الفار كنت مثلا تيجي في مباراة الأهل أو الزمالك لعيب من لعيبة الأهل أو الزمالك جواهة الثمانتاشر وبيرقص بيروق لعب ولمس الثاني ويرح واقع المدرك بيعمل إيه؟ حاكم بيعمل إيه؟ تيت ضرب الجزء طب وبعض الفار مفيش مرجعية للفار يعني بتالت شوية فيه الحقوق توصل لأصحابها ولكن برضو مش بشكل كامل يعني فيه حاجات بيبقى فيها برضو إيه؟ بعض الإخفاقات يعني بتبقى جاية مش هتوصل للكمال في حتة العدالة عن خطأ فني ولا عن خوف من جماهيرية الأندية والله فيها حاجات بتبقى خطأ فني وفيها حاجات فيها ألأ من الهالة الإعلامية اللي هتعجمك لو أنت طردت يعني فيه بعض المواقف اللي هي مفيش حد ولا فاري يقدر يحسبها إن أنا بروح أطرد لعيب من الأهل أو الزمان الكواريس اللي بناك وبينه محد يستمح آه مظبوط فأنت ممكن تطرد واحد من الاتحاد واحد من سراميكا واحد من بيراميتس لك مش تطرد واحد من الأهل أو الزمان رغم إنه ممكن يكون صدر تصرف ما هو محدش يار جل انت كحكم بس حصل إن انت كنادي جماهيري انت ككبتين أحمد ساري جملت قبل كده بسبب إنك بتلعب في الاتحاد اللي عنده جماهير أو ظلمت بسبب إنك بتلعب ضد نادي أكثر جماهيرية على جانب آخر مرة مرة صد أعتقد الأهلي فكت بلعب من ناحية اليمين ناحية السنتر كده في الدرجة الثالثة وكنا نلعب في الساد والساد كنت بديت أهلي والاتحاد فالكثرة ما هي سين كنت أنا بلعب عليه ففيه كرة عديت منه فرح جاية إيه وهو بعدي في مدفع كرح جاية إيه أتحكك لحضر إبني إيه ألم إن أنا معديش أعتقد فالحاجة مصفر فحاسب فاول فأنا بقول لكابتن أليها تديك ورق أليها تديك نزار تدهول تدهول أنت خدت فاول تدهول ففيه بعض الحاجات اللي هي فيه ما معملت إزا ما كانت شورك في سكندرية مثلا كان الكابتن محمد حسين رحمة الله عليه أول ما ينزل ما تشعيد بقول لك إيه تعالى بص بتكسبه وعرف إن أنا عاصم يساعد بقى ممتنش تروح جاية بخليني شكول خالص بتكسبه بتهدي نفسك وخليك هادي وأي حاجة حاسبها لك بيقول لك كده أه ويضع طول ماتش حاسب ليش حاجة المهم خلص نيمك خلص نيمك بس كان برضو جميلة الانتحاد كان بيبقى لها رهبة عند الحكام إذن أنت راضي عن تجربة بيرامدز لغاية دلوقتي يعني أنا كنت أتمنى حاجة تانية وكلام ده أنا قلت من حوالي عشر سنين قبل كده في الأنم عشر سنين قبل بيرامدز قبل قصة بتاعة الأندية الاستثمارية استثمارية كان لعندي تجربة في السودان كنت ماسك فريق نادي اسمه الخرطوم الوطني نادي خرطوم ثلاثة وبعدين خده الأمن الوطني يرعاه في السودان فأنا قلت إنه ممكن الكلام ده يحصل عندنا في مصر كل المؤسسات الحكومية طلع الجيش بدل ما يعمل فريق ياخد نادي الاتحاد يصرف عليه نادي حرص الحدود بدل ما يعمل فريق ياخد نادي القلوم يصرف عليه مثلا شركة بجحت مظلطة بترجيت بدل ما يعمل فريق ياخد نادي محلة يصرف عليه وهكذا الأندية الجماهيرية اللي هي محتاجة دعم من الشركات تبقى هي دي المسؤولة عن رعاية الأندية دي هتاخد دعاية أكتر من الأندية بتاعتها في نفس الوقت هو لما يعمل أي منتج هيسوقه من خلال الفريق دوت هيبقى مقبول عند الناس غير لما انت بتأمل منتج انت محدش مهم عملت الجماهيرية تحسمت خلاص مفيش أندية كتير يعني معنى احترمي البرامتس يعني أنا كنت سمع انه بيكلموا بيلو يعني جماهيرية بيرامتس والعمل بيرامتس مفيش حسمها جماهيرية بيرامتس مفيش 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 كتير قبل ما تش الاهلي بيرامتس كتير كتير جاعدوا يتكلموا عن ان هم عملوا قاعدة جماهيرية وقال ما لا طلعا ليش كلام من ده مفيش مفيش أندية دلوقتي عندها جماهيرية في تجارب شبيهة يعني مثلا الاهلي فيه احتمالات ان هو يبقى بيشتري نادي في الدرجة التانية الممتسبة دور المحترفين وانه يكون النادي ده عبارة عن مكان تسويق اللاعبين منحوهم فرص أكتر من اللاعبة اللي مش تلعب مع الفريق بتاع الأهلي تبقى موجودة مثلا زي الرعاية زي ما سيراميكري باترا مسؤول عن رعاية النادي ديروت في الدرجة الأدنى من المختلفين ام بي كان مسؤول عن النادي مصر مظبوط بتشوف ازاي التجارب دي لا ما اعتقدش مش 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 مفيدة يعني اعتقد ان لو النادي الأهلي محتاج اللاعبة السغيرين دولت وصيبه النادي تاني بينافس ويبقى في نفس الوقت اسمه ما سبش اللاعب بتاعه بس اداله فرص فما اللاعب ما بقاش متضرر فبيتطور فرجعه وقت ما احتاجه مهدد اللي بيحصل دراعتي ان هو بس بدل ما يلعب في نادي تابعه بيروح يلعب اي نادي هو يختار هو ما بقاش محدد انت لازم تروح النادي دوت على سن انت لو بقيت كويس رجعك لا انت بتروح اي نادي من الاندية اللي موجودة في الدور المفتاح وبعد كده وامثلة كتير قوي لعبة النادي الاهل اللي طالع كده رحت ورجع ورجعت تاني في النادي الاهل بس جاية بقى بفلوس مختلفة بلما يبقى لعيبك غير لم يبقى مش لعيبك ما اعتقدش هتبقى فيها حشوية احتقار ما مش مقبولش ما تقبلوش في شكل عام على ذكر فيرامدز النهاردة التقى مع الاتحاد السكندري وكان فيرامدز تعصر الاتحاد النهاردة بعد التعادل الماتش اللي فاتره من تقدم 2-0 في اول ربع ساعة قدام طلاعي الجيش يعني الاتحاد هنبدأ من اول مباراة الرابطة الرابطة وخفاكم ان هو يوصل الانهائي دي كانت قدام سيراميكا اه كانت صعبة جدا وصدمة بالنسبة للجمهير لان كله كان يأمل ان هو يلعب نهائي وياخد البطولة كان متوسمين اه اول بطول الانتحاد من حالي 20-30 سنة اه وكان قطر العاشي كان برضو قابا كوسانة اوهدنا من ان هو يحقق الكلام دوت ولكن معرفش ايتها خطة العقبة بتاعت سيراميكا اه ماتش طلاعي الجيش تقدم ب2-0 وبعدين ترجع في المباراة محترام من الفريق طلاعي الجيش كان وقتها ما كانش في حاجة كويسة لان الهدفين اللي جم هداء من نادي الاتحاد دوم سواء الهدف العكسي او ضرب اي اخطاء ما كانت اعتقدش الجيش كان عنده فرصة ان هو يخش في الجيم تاني ويتعادل اه امبراطي النهاردة انا استغربت بصراحة يعني انا قد تفرج على الماتش كان معي كابتن يسيب حمدي اه سلامنا للكابتن يسيب حمدي النجم الكبير اه احنا قدين بنتفرج فقالتروا ما هو خلص احنا كده في الديا 35 اه احنا مستنين جون يخش في التحال ما مش حاجة تانية تأسن هيفضل الرتمي كده لحد ما ايه واحدة من المدافعين عاملين يشيلوهم على مدار الحد بديها بس واحدة ليه حصل جد بالعرض وبدل ما يطلع المدافع طلع من القدوم ومن سبيح حطها دخل الجون فكان انا من رأي كان ممكن كابتن العاشي يعمل جيم متوازن شوية كان دفاعي قوي يعني انت بتبدأ من 30 يارضة بتدافع فده كتير قوي عليك مش هتستحمل كنت ممكن اطلع شوية اضغط من فوق على الاقل باوقات مختلفة يعني ما بقاش ايه من البداية انا بقول للبيرامينس انا بدافع وخايف وقال ايان لا انا كنت ممكن اول عشر دا اضغط عليهم بعد كده نص الشوت قد تلي اتراجع شوية وانا ارجع في الاخر قد تلي اوليره ان انا قدر هاجم يعني تبقى فيها توازن ما بين الدفاع والهجوم ما تبقاش بحتة لانك خلاص بقيت كمشاهد ومشجع اتحاداوي مستني الهدف اللي يدخل فيه مرمان انا من رأيي بدل ما كنت تغيرب كده بالدفاع البحت دا كنت اعمل محاولة هجومية كده اقفوز البرامنس النهاردة على الاتحاد على لا فوق الاتحاد بقى البرامنس واحد وعشر والاتحاد والاتحاد بقى رابع يعني اتمنى ان طارق العاشر يرجع للوضع اللي هو بدأ بي يعني كانت المباريات اللي ما كنت بتترج عليها اداء الاتحاد كان ممكن يبقى سايق بس بياخد اللي هو عايزه من مبارا هو ما كانش بيستقبل الجوال كمان بسهولة لا كان بيستقبل بس كان بياخد اللي هو عايزه من مبارا يعني انا استغربت سن السنة دي طارق العاشر من الحاجات اللي هو كان مميز فيها ان هو كان بيبقى دايما اقل اهداف بتخش في الفريق اللي هو بيكون مسؤول عنه لكن السنة دي نسبة الهداف بتبقى كتيرة بس تتكلم قبل التوقف كان الاتحاد كسبان الداخلية 1-0 كسبان فاركو 3-1 قادي جول متعادل مع زد 0-0 كسبان سموحة 1-0 قبلها بقى كانت الجوال كتيرة بقى سواء قدام المقاولين 3-2 قدام البلدية 2-2 وده مش من طبيعة طري العاشر اه مصبوط هو طبيعته اللي هو الرقم الاتحاد كانت مساكت فترة بس الأمور اللي هو ريقه وبترجع تاني شوية شوية ما كانتش بالشكل اللي هو الطبيعي اللي المفروض يكون موجود فيه في الاتحاد فأتمنى ان هو يرجع للوضع ان انا كنت سيء وبكسب ايوة يعني انا ادائي ما اخدش كويس في بعض المبارات بس قدرت اعمل ايه؟ اخذ التلاتة نقط فده كان هدف بيتحقق كنت لازم احافظ عليه في سوء اللعيبة ما بولولو اللي تقلق في كاس العالم أو كاس أمم أفريقيا والنهارده غاب بإصابة في العضل الخلفية بتقيمه بكام العيف زي دا اللي ممكن يستفيد بيه للاتحاد السكندري ماديا من مبولولو يعني انا شايف ان هو في الوضع الحالي بالنسبة لمهاجمين هو يعتبر من الأفضل مهاجمين الموجود في مصر من أفضل المهاجمين هو واحد من الأفضل المهاجمين المحترفين اللي الموجودين في مصر اه يعني لو شفنا المهاجمين اللي الموجودين تسعرهم كام اعتقد انه هو يبقى ضع في الأسعار اللي موجودة دي في الأهل يبعى عشرة مليون والزمانك مش عارف خمسة مليون وأرقام كبيرة جدا بالدولار ولا بالدولار يعني أعتقد أنه هو ممكن يتفوق على الأرقام دي وهو أفضل يعني إذا إذا أخذنا أحسن مهاجم في الدوري المصري كمحترف هاي بقى مابلول مابلول على مدار سنتين كان هداف طبعا وما زال هداف فأنا رأيي لو في فرصة أنه يتخطى الحواجز والأرقام دي خارجيا أعتقد فرصة الاتحاد لازم يستفد منه عايزة نروح معاك للمنتخب شوية فيه نقطة بس تغيرا فيه لعيب محترف كنت أنا قلت عليه لسول محمد المسالحي مين من لعيب محترف يعني فأعتقد أنه هو في المواسم اللي جاه تفوق على مابلول لسه مجاش موجود موجود في أحد الأندية الأخرى وإن شاء الله بإذن الله مش في الممتاز لا في المحترفين مين بيرعب فريق إيه مش عايز تقوله عشان ما يتطرفش هو فيه في النجوم في النجوم في النجوم جنسيته غاني ولا نيجيري نيجيري مهاجم مهاجم آه إيه اللي شايفه فيه من إمكانياته يعني هو كان معايا موجود في سويس سنة الفت تمام لعيب مميز جدا السنة دي موجود في نادي النجوم بيقدي بشكل قوي جدا أعتقد السنين الجاية دوت هيبقى واحد من أفضل المهاجمين الموجودين في مصر من أفضل المهاجمين الموجودين يعني هذا كد يكون يتخطى مابلوله مميزاته إيه سريع جدا حسه عالي على الجول تحركاته في الثلاث مراكز الهجومية تكاد تكون هي هي يعني سواء جناح يمين أو جناح شمال أو مهاجم أو حتى تحت المهاجم إمكانياته عالية جدا يقدر نادي النجوم يستفيد من المهاجم صغير حسن آه صغير جدا جودوين فرايدي لعيبتوا يساوي صغير حد اسمه لناش حاجة حجم صلح ليك انت بس ومعناه كمان ولد اسمه هنري برضو في نص الملعب كويس جدا برضو من نيجيري من اتنين جايين مع بعض يعني في نفس البدو كويسين جدا جدا شفت إزاي تعيين الكابتن حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب؟ أنا كنت مع كمانت حسام قبلها بأسبوع كنا نلعبه كورة في اسكندرية آه فقلت له يعني احتمال كان في حاجة جاء في الإمارات حد كان عارض علي أنه كان كمانت حسام يكون موجود في الدول الإماراتي أوهو كان مسك فوتشار نعم كان لست ممسك فوتشار آه فكلمته من الإمارات هناك وقلت له في كذا كذا ويعني وفي خطوات بس ايه المفروض هتاخد وقت يعني فكان فيه اختيار ما بين كمانت حسام وجهين مدرب أجنبي فمجلس إدراف في الإمارات في النادي اختاروا مدارب النادي الأجنب أه فكان أنت كان في حسين وقلت له كان فيه ترشيح وكذا وكذا وأنا يعني كان فيه واحد من الأصدقائي من وقلال اللعبين هناك وعارض اسمك يعني فيه حاجة تانية ممكن في الفترة جاء قال لك إيه ساعدها فهو لا هو بالنسبة له راجل بروفاشنال يعني آه بيتمنى أن يجيله أي حاجة في الوقت العادي وبالذات في الإمارات كمان هو بيحب وما كانش في باله وبعدها بأسبوع وبعدها نجات له فيوتشار فأنا بركتله حتى بعدها وكان يعني موضوع المنتخب دوت احنا كنا قاعدين من فوقتها بنتكلم بعد ما لقيتنا الكرة وطبعا كان الحادث الأغلب اللي هو خروج منتخب مصر من البطولة فكانتكلم كله على إزاي مصر كانت تخرج المطور وإزاي مصر كانت توصل للنهائيات للنهائي كاس الأمم ويتبقى هي لها الغالب أن هي تاخد البطولة إيه أسبابك لما تسألت على السؤال ده ليه منتخبنا خرج بالشكل ده الأعداد ما كانتش كويس اختيارات ما كانتش كويس اختيار المدرب في البداية ما كانتش كويس اختيار جهاز المعاون للمدرب ما كانتش كويس ما كانش فيه مؤشرات بتقول إن الاختيار وحش قبل البطولة نفسها كان ناس مبسوطة بأداء نسبيا كويس نتائج كويسة احنا أغفلنا الجزء اللي هو حصل مع يهاب جلال بعد ما حصل نتائج مع فرق أقل من إن هي تقابل منتخب مصر كان طبيعيا النفوس فيها فالناس ناسة الجزء اللي كان فيه مشاكل كتيرة دوت وركزوا في إن خلاص الفرق يبقى كويس لا يا فرق ما كانش بقى كويس الفرق كان يدوب تفوق على فرق كانت لسه يعني مش بنفسه قوة نتخب مصر ما تقس عليها قوتك فلما وصلت للفرق اللي هي تقس عليها قوتك اتغلبت وطبعا اتغلبت ايه الفرق بين تجربة كيروش اللي وصل للنهائي في النسخة اللي فاتت وتجربة فيتوريا اللي خرج من دور الستة وشر لا كيروش عبقري عبقري وانا قلت الكلام ده عبقري اه يعني انه يوصلنا الكاس العالم بإمكانيات اللي موجودة يعني وصلنا نهاية أم أفريقيا ونهاية أم أفريقيا والجولة التاصلة ويوصل لحد ما يعني نهاية كاس فهو نهاية اللي هو الملحق اللي هو الملحق للتصفيرات اللي متش قدام بتاع السينجال فلأ وصل العمل بالإمكانيات دي أنت كان صعب أن أنت بنوعية اللعيبة دي بالكواليتي دوة توصل للمرحلة دي عندنا مشكلة في الجودة بتاعت اللعيبة يعني أنت عندك حوالي 7-8 مميزين والباقي كله أنت بتساكن مين السبع المميزين في المنتخب؟ يعني أغلبهم من المحترفين يعني صلاح، تريزيجي، مرموش معهم زيزو من مصر ما أعتقدش في حدين بس كده؟ نسك حجازي إيه؟ بعد الإصابة ما رجعش كما كان نهاردة حجازي كان كابتن للاتحاد السعودي في وجود كريم بن زيمة جوا أرض الملعب ويمكن دي كانت سؤال بيطرح من ساعة ما حجازي رجع ومن ساعة ما بن زيمة لاحقا رجع بعدها مين هيبقى الكابتن؟ فالنهاردة أحمد حجازي كان قائد للاتحاد في وجود كريم بن زيمة جوا أرض الملعب يعني حجازي كان مستوى قبل الإصابة أعتقد أنه كان من الكفاءات العالية لكن بعد اللي صنع ما وصلش للمستوى اللي هو كان يخلي مصر تاخد البطولة تكسرها فازوا على الرياض النهاردة لاتحاد 2-0 النيني النيني بس يعني النيني الفترة اللي قبل البطولة كان ماشي بشكل كويس قوي ولكن أنا بقول لحضرك الاستمرارية بتاعة أداء النيني اللي هو المميز فيه اللي هو بتاع أرسنال كان متوقف على استمراره ومشاركته بشكل إيجابي مع فرقته وهو ما كانش بيشاركه بعد فترة كتيرة قبل ما شاركش ولكن هو بخبرة قدر يرجع بسرعة مع المنتهى في مصر أنه يقادي بشكل جيد ولكن لما دخلنا في مرحلة المنافسة بتاعة البطولة والماتشاط الكسافية عالية حالته ما وصلتش للجزء اللي هو المنتظر اللي هو بتاعه اللي هو النيني ما وصلش للمرحلة النيني بتاع أرسنال الأساسي مصطفى محمد ما قلتوش هاي مصطفى محمد الشمياوي ما قلتوش المحترفين بشكل عام إمام موضوع انتقاله من زمانك الأهلي هيأثر عليه فترة شوية ليه؟ يعني الأمور بالنسبة له بتبقى فيها ضغط ومازال حتى من الجاهلي بيحاوله يعالجوف الجزء النفسي دوت إنه هيتضغط هيتحط حتى سبوت عالي شايف إنه متضرر متأثر بالضغط ده دلوقتي؟ أكيد طبعا شايف إنه أداءه متأثر؟ هو مازال لسه في مرحلة اللي هي منساش يعني أقول لحضرك الحاجة فين لعيبة أحمد فاتحي لما مشى من الإسماعيلي للأهلي إنت دلوقتي فاكري إنه أحمد فاتحي كان في الإسماعيلي؟ لا مصح؟ عشان عمل تاريخ على الأهلي فالمرحلة دي بتاعت لسه يعني فاكر طبعا كلنا فاكري لكن باتكلم إنه هو إيه ما بقاش الموضوع بالنسبة له هو إيه بيشغل باله لا إنت دلوقتي إمام عشور لسه مازال الموضوع بيشغل باله مستني إما هو ياخد على الأقل فترة في الأهلي أيها بمستوى ثابت الناس هتنسى بس في أمم أفريقيا في الماتشات اللي لعبها كان كويس حتى كلمات الإشادة جيالوا من ما بين روات سوشيال ميديا أجانب ما بين لعيبة منافسين اتكلموا عليه فواضح إنه الناس شايفة إنه أداءه جيد أداءه كان كويس وشبه يعني إيه قريب من المحترفين أمم لإيه مشكلتك مع إمام ما كسبتش ما وصلتش نهائيا ما لعبتش بطولة ما كان على إمام مش على المنتخب الواقع أنا من رأيك يعني لما صراح يتأثر ويتصاب ولما إمام يتأثر ويتصاب ولما تريسجي يتأثر ويتصاب طبعا أنا عايز بطولة أنا مالجيش دعو أنا كراجل مشجع أنا متكلمش على مدير فني أو مدرب أنا عايز فرقة انتخب مصد تلعب نهائي وتاخد البطولة فمالجيش دعو بقى إمام عشور هيلعب ماتش ويقعد ماتش يتصاب ماتش لا أنا عايز مستوى ثابت كل ماتش يجيب لي جوني يكسبني مشارطة الحاسمة زي مستوى محمد مثلا كل ما ممكن نطلع من بطولة اللومة الهدف بتاعه يبقى تأثيره إيجابي متحيز للمحترفين بدليل إنك أشتب صلاح رغم إن صلاح أساسا في البطولة دي يعني ده مش انتقاد لصلاح قد ما هو إقرار واقع صلاح في البطولة دي لعب شوت ماتش وشوت بس بتشوفوا إنه كان جيد في البطولة دي صلاح كان المفروض يتقلق في المرحلة اللي بعد كده ولكن المرحلة الأولية دي كانت كل الفرقة بتقابل صعوبة بدليل كدفار كانوا خلاص طلعوا ورجعوا وخدوا البطولة أعتقد إن مصر لو كانت صلاح كامل معاها بشكل جيد وما كانش حصل الدروب اللي حصل ده من بعض اللعيب أعتقد مصر كانت ممكن تصل نهائي ولكن أنا أقول لحضر لك اختيارات الراجل فيها بعض الخلال اختيارات الجهاز الفني المعاون للراجل كان لازم يكون فيه عدد زيادة عن العدد اللي موجود بحيث إن هو يوصل له صورة كابتن أيمن طبعا حاجة محترمة جدا وكان بيشتغل مع راجل بشكل جيد كان معتاج حد تاني معاه بشكل كبير بحيث إن الداتا كلها تبقى موجودة قدام الراجل وليه ما يوفرهاش كابتن أيمن اللي وحده دماغ بتفكر غير اتنين غير تلاتة يعني كنت لسه اختراح على الموضوع ده يعني أنا من الحاجات اللي كنت هقولها لكابتن حسام إن لازم يكون عنده طقم فني خارج الجهاز الفني تحليل أداء لا مش طقم فني خارج الجهاز طقم فني خارج الجهاز الفني بتاع المنتخب إن ده يتبقى له على كل صغيرة وكبيرة على مستوى اللعيبة من أول الدرجة المحترفين الدرجة الأولى الدرجة الممتاز حسني يبقى عنه أي لعيب الجهاز ده يشتغل معاه في الجزء اللي هو بتاع 25-30 لعيب بس نتكلمك على 2000 لعيب اي أنا عايز 2000 لعيب دولة كنت هتعين حسام حسن يقدر في أي لحظة لما يحط إيده على أي لعيب يبقى عارف كله موتشاطه لعبه مين اللي يفكر فيه حتى لأن لو عندي مركز فيه خلل وفيه لعيب مثلا هيطالك كمان سنة احنا منجهز لك الراجل ده فيه واحد كذا لو فيه حد فرصة يتبص عليه تعمله بلان لوحده في أي لحظة ممكن نستكتبه يجي يبقى موجود متفائل بالمنتخب في عهد حسام حسن أتمنى إن شاء الله البداية هتفرق كتير البداية معسكر مارس أعتقد إن هما دورة ودية المتشاطة الودية مش هتبقى أساسي بالنسبة لكابتو حسام كابتو حسام قوي مع احترام يعني كابتو نهاب جلال وكان شوراه القوة بتاعته حسن فعشان كده استسهلوا إن هما يمشوا يروف ويتظلم فيها كتير جدا لكن الكابتو حسام ما هتشقدر معا كده حسام قوي فعشان يعمل كده لازم يكون إخفاق كبير عشان يقدروا إيه يتخلصوا منه أو يمشوا لا فحسام يقدر مع القوة دي والثقة بتاعته دي وإمكانيات إنه هو يقدر يتخطى المرحلة بتاعة المتشاطة الودية والإعداد الجيلة ولما يخش في الرسمي ويعمل نتاج إيجابية أعطاك إنه ممكن يستمر ويقرر تجربة كابتو الجهر كابتن حسام حسن هل ممكن نشوفه زي تجربة الكابتن محسن صالح والكابتن حسن شحاته اللعيب المدرب اللي بيضم لعبين كتير أو بيدي فرص للعيبة من برى الأهل وإذا مالك أنت كابتن محسن صالح تقريبا هو اللي كان بيضمك بانتظام يعني صح هل تفتكر كابتن حسام حسن هيبقى من الاتجاه ده ولا اللاعب المدرب اللي بيتجه لعيبة أصحاب خبرات قرية مع المحترفين لو رجعت لكابتن حسام حسن مع كل الفرق اللي مساكها هتلاقيه بيجيب لعيبة دايما من أندية الدرجة الأولى والتانية ويعمل أسماء ونجوم كبيرة قوي تتقلق بعد كده بمجرد أنه يحطهم على الطريق فأعتقد أن الكلام ده مش يقدر يتخلص منه هو هيبقى مجبر أنه يعمله في منتخب مصر أنه هيلاقي فيه لعيبة والشرط نجوم أهلي الزمالك إذا كانوا أفضل منهم هو حسب رؤيته الفنية أنه ده يتفوق على لعيب في حجم نجوم الأهلي أو الزمالك أو بيراميتس أو كل أندية المخدر فيوتشر سيراميكا أعتقد ممكن يضمه حتى لو من الدوري الدرجة الأولى حتى لو من درجة أدنى من الدوري المنتجز حتى لو من درجة أقل سواء محترفين أو الدرجة الأولى كنت يمكن عرفنا أن الكابتن حسام حسن طلب من الكابتن محمد عبد الواحد أنه يتابع دوري المحترفين ويدي له أفكار وزي أرقام على مستوى نظرة تحليلية لمستويات العيبين أنت كمهاجم كنت مهاجم عصري يعني مزيج ما بين المهارة والسرعة كنت مهاجم مهاجم يعني مين أكتر مهاجم عدة من بعد اعتزالك حسيت أنه فيه أحمد ساري يعني كان فيه أعتقد في بعض الفرق يعني جم فيه بعض المحترفين للجوم وفيه بعض العيبة المصريين يعني مين بقى؟ كان جده شوية جيه بعد هي ويعني بيشبيني بالجزء ده هو مش سريع شوية بس هو ايه بيوصل لجوم سرعة راشيخ اه خفيف كان فيه في اللعيبة بتاعت الاتحاد كان فيه لعيب محترف جيه في الاتحاد كان اسمه أوتوبونج اه طبعا كان حاجة مش طبعية دي دي كان ما شاء الله عليها ده كان لعيب موايز جيد ده كنت بتحس أنه بيفكرك ديه شوية اللي هو ايه بقى من نص الملعب ياخد انطلاق محنش يعرف يوصل محنش يعرف يوصل طيب نلعب مع بعض لعبة سريعة كده لكن بعد ما اسألك عن الزمالك الزمالك عنده بوكرا مواجهة مع الإسماعيلي في ظهور خمس لعبين من الأسماء الجديدة في قيمة الفريق بوكرا مين تتوقع أو ايه رأيك الأول في صفقات الزمالك كابتن ساري؟ يعني الحد دلوقتي اعتقد عبدالله السعيد هو اللي بالنسبة لي مرضي ويكون على مستوى الحدث الوحيد اللي أنا متأكد منه ان هو هيديني مردود إيجابي التنين لسه في مرحلة إن هو ايه ممكن أو ممكن من الشايبان غير لما ايه نشوف أداءهم في المنعم نادي الزمالك في ماتش الإسماعيلي يعني أنا زمل كاوي ولكن هشجع الإسماعيلي في ماتش ده بصراحة أنا مش عارف الإسماعيلي متعاطف معه جدا عايزه يطلع من الحالة اللي هو فيها ديت أي حد مصري بصراحة يعني الإسماعيلي الوضع اللي هو فيه دوات كانت نهاب جلال بيكتهد بشكل كبير جدا أتمنى إن هو إن شاء الله ماتش الفات فاز أنا أعني بشجع كم الجمهور بصراحة إسماعيلي شوحاتش يزع يعني فالأندية الكبيرة دي الواحد بيبقى لحد ما يطلع يفوق يفوق بعد كده هنشجع إسماعيلي فالزمالك يتغلب بقى بكرة؟ لا مش يتغلب يعني بس أنا متعاطف مع الإسماعيلي متعاطف في الحقيقة الناس كلها متعاطفة زي ما أنت قلت كابتن ساري مع الإسماعيلي وألعب معك بقى لعبة كده سريعة قبل ما نطلع لفاصل هقولك ثلاث أسماء قولي مين أفضل من اللي دربوك يعني بوكير، فاروج عفر، محسن صالح صعب ده تبقى لتأثيره عليك، تبقى لدوره في تطويرك كمهاجم، تبقى لتعامله النفسي معك كانت فاروج عفر ما بيحبنيش ما بيحبك ما عرفش هو طبيعة لعبي ممكن ما تكونش بتردي كان بيقولك إيه كان بيتجاهلك مش بيتجاهن، هو كانت بالنسبة له يعني لو في أي اختارات ما بين مهاجموا حد التاني فبيبقى الغلبة للتاني هو طبيعة كده فاروج عفر اللي بيحب نوعية العيبة اللي هي إيه اللي فيها شوية فايتنج زي كده عمانسور زي حصم حسن كده لكن المهريين شوية اه، يعني أنا كنت اغلس شوية في الملعب فممكن ما كانش حتى بيدومك المنتخب في الفترة لا 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 كنت موجود في المنتخب روحت اه في المنتخب ولعبك؟ ولعبت ماتش تونس طب ما بيحبك هون؟ لا أنا بتكلم على اللي هو إيه يبقى زي مثلا إيه زي كابتن محسن صالح معي محفوم فالتالي أنا أخرج اسم الكابتن فاروج عفر بوكير ولا محسن صالح؟ هو حد ما قابلت كابتن محسن صالح كان بوكير بصراح بوكير دا اللي هو ضمت الاتحاد ومعاه بايتها الدافة الدولة بصراحة يعني سبعين تامين في المية من وصولي لمنتخب مصر مش الكابتن محسن صالح يغا يضمني كان مستر بوكير هو صاحب الفضل فيها فاختيارك كان بوكير لحد ما قابلت محسن صالح لحد كابتن محسن صالح فبقى محسن صالح أما فاروج عفر فهو السبب انك مشيت من الزمالك مرتين مرتين كان هو السبب دي قصة حب لا لا بس خلبك وحبيب بب بس هي وجهة نظر مفهوم مفهوم لكن كانت القناعة من مدرب انه مش مهاجمي المفضل أحمد ساري لكن لو اسألك عن معيشتك مع نادي آيكس وخلاص قبل ما نختم يعني كمدرب ايه الخبرات او اللي استفدتوا منه او ايه المختلف اللي بيقدمه هناك عن اللي بيتقدم في الكرة المصري انا اقول لحضرتك كذا حاجة بسرعة كده جدا اول حاجة لما قادت فرقت على الامبارات كان فيه ايكس بيلاعب فريق اسمه اوتريخت اعتقد اوتريخت فقادت فرقت على الماتش فبعد الماتش دخلنا قوضة الفي اي بي فقعدت تكلمته مع مستر كومان كان هو المدير فني وكان كورول المساعد معي فسألته على حاجة قلت له ازاي فندرفارد يلعب مهاجم والراجل المهاجم الاساسي تحت بيلعب تحت فندرفارد فقال لي احنا دلوقتي واحنا معنا الكرة احنا محتاجين مين يلعبنا فندرفارد والكرة مع الفريق التاني مين اللي بيقف يهاجم ويدافع على يعني عنده واحد اسمه فرود اعتقد كان عنيف جدا فكان يدافع جامد جدا على المدافعين فكان يخلي فندرفارد هو المهاجم ويخلي المهاجم دوت هو اللي تحت اللي بيخبط اول ما ايكس ياخدوا الكرة يروح عاملين ايه؟ تغيير ده يروح يلعب مع المدافعين وفندرفارد مرتاح ينزل يستلم الكرة ويلعب ايه؟ دي نقطة ايه هو ايه؟ رغم ان احنا عندنا رقم عشر اللي هو مين؟ فندرفارد والفرود مثلا زي مستفى محمد مستفى محمد اي اه يبقى هو الفرود وفندرفارد ده هو اللي تحت لأ هو كان عكس بس بغيره امتى لاحظت ما يكون نجي الكرة مع ايه؟ معنا دي ايكس دي حاجة الحاجة التانية فرقة ايكس وهم بيتمرنوا بالظبط كده كل يوم في التمرين خمستاشر دقيقة على الاستلام وتسلم انت متخيل يعني قلت له يعني هل يؤقل ان العيبة منتخب هولندا فيه حوالي اتناشر واحد من ايكس وفيه سبع ثمانية في منتخبات تانية اه وكل يوم يتمرنوا خمستاشر دقيقة على الاستلام وتسلم قال لي دي بالظبط عاملة زي ما تكون انت مثلا حافظ حاجة تمام وستها فترة تجي بعد كده ترجع عليها تلاقي نفسك ايه؟ نستها شوي الاستلام وتسلم اللي هو الباص والتمرير دوت ثابت كل يوم لازم يعيد عليه يعيد عليه يعيد عليه فانا دلوقتي من حاجات الأساسين انا بشغل فيها استفدت من ده في انك تعمله في تجاربك التدريبية باتمنى لك كل التوفيق كابتان احمد دايما بكون مستمتع بالنقاش معك نورتني وشاركتني انا مستمتع اكتر ولا هي نورتنا كابتان احمد ساري نجم الكرة المصرية ونادي الاتحاد والأولمبي والزمالك السابق اقول لكم قبل الفصل انه النهاردة ريال مدريد فقد نقطتين بالتعادل قدام ريال او رايو بايكانو في مباراة شهدت بطاقة حمراء في اخر ثوانيها للبديل داني كربخال علشان يدي فرصة لجيرونا انه يضغط مرة تانية اذا فاز على التتك بالباو بكرة تعصر قدام رايو بايكانو في ملعب دائما ما بيتعصر في ريال مدريد ما يلعب صعب اوي ملعب رايو بايكانو وده الفريق الوحيد اللي ضيع من ريال مدريد النقاط في الموسم كله على مستوى المباراتين تعادل سلبي في الدول الاول وتعادل ايجابي النهاردة رغم ان التقدم كان مبكرا عن طريق اللاعب خوسيليو لكن سجل دي توماس هدفا من ضرب الجزاء بعد لمسة يد على تشواميني اما في المانيا فما زالت العقدة قائمة باير ميونيخ خسر النهاردة من بخوم ثلاثة اتنين علشان يبقى خسر ثلاثة من باير لفركوسن في الدوري ثم واحد من لسيو في دور الابطال ثم ثلاثة من بخوم النهاردة في مباراة تانية على التوالي يطرد فيها اوباميكانو رغم ان هاريكين سجل هدفا متأخرا ولكن بلا فائدة وتخل تحت الضغط اما في انجلترا ففاز منشستر يونيتد على لوتونتاون بهدفين مقابل هدف واحد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هايلند بيواصل التقلق بتسجيل هدفين في اول سبع دقيق ومرس سجل هدفا وثلاث نقاط لمانشستر يونيتد اللي في المركز السادس باربعة واربعين نقطة بعد الفاصل في الماتش عمر فاهمي مراسل بي ان سبورتس الذي تولى تغطية بطولة امم افريقيا كودفوار 2023 عن لحظات صعبة وممتعة وقاسية ومشاعر كتيرة جدا خلال بطولة رطبة جدا هنتكلم مع عمر فاهمي بعد الفاصل في الماتش خليكم معنا اهلا وسهلا بيكم مرة تانية شفت اكتر من منشور خلال الايام اللي فاتت على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام بيتكلم انه احنا فرحانين انه خد حقه احنا فرحانين انه الناس التفتت للأداء المتميز وللثقة في النفس وللمعلومات الغزيرة وللثقافة الكروية ولسرعة البديهة اللي عنده دي كانت رسالة بتتكتب بشكل متكرر من متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ربما تعليقا على التفات ناس لأول مرة لكن الحقيقة يعني انه سنوات وسنوات طويلة من الاجتهاد ومن العمل ومن تطوير الذات بتوضح بشكل كبير جدا معنى كلمة وقيمة المراسل الرياضي التلفزيوني لانه الحقيقة انه الوظيفة دي او المهنة دي تحديدا في عالم الاعلام الرياضي مظلومة في تقييمها شوية لانه في ناس بتعتبرها خطوة الى التالي مش عارفين ان هي في مجملها كده الوحدها قيمة كبيرة جدا واحد ابرز من ممكن ان يمثل معنى كلمة المراسل الرياضي التلفزيوني هو عمر فاهمي مراسل بي انت سبورتز اللي منوارنا النهاردة منوار الدنيا عمر منوار بيك يا هاني سعيد جدا يكون معاك انت تحديدا اخبارك ايه شكرا الحمد لله والله من الله على السلامة الله يصل لك فرق كبير في درجات الحرارة والرطوبة بين هنا وهناك الحرارة مفيش مشكلة لكن الرطوبة هي صعبة جدا قصة مرهقة قوي هناك ها؟ مرهقة على مستوى الطاقس لكن على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى البلد كتنظيم كوديفوار قدمت واحدة من افضل نسخ كاس قم افريقيا نسخة افضل بكتير جدا من سبيقاتها اللي كانت في الكاميرون وبلد جميل بلد مضياف بلد منفتح في عدد كبير جدا من الاجانب مقيمين في كوديفوار مفتكرش عبد ان اي حد وجه اي مشكلة انه كان هناك استمتعت بالتجربة ككل؟ انا بحب افريقيا بشكل عام فاي مكان في افريقيا يكون مستمتع فيه واعتقد انها كانت نسخة مميزة بغض نظر بقى عن منتخبنا لكن الحمد لله في الاجمالا يعني كعمل صحفي كانت نسخة مميزة كان اسوأ ما فيها على مستوى الاحاسيس اللي ممكن تكون عشتها كمرسل هو تجربة المنتخب في البطولة دي؟ حقيقي للأسف وحتى كنت دايما بقول للزمائل يناكبوا يعني حتى جيت في المطش الثالث او الرابع لمصر ثالث وكنت بقول يعني احنا يعني انا خلاص اعصابي تعبت يعني ليه كل مطش لازم نوصل لاثنين اثنين ونتعدل في الديارة اخيرة ونتعدل ونلاقة ونتأخر في النتيجة يعني نفس في مطش كده عادي ندخل نكسب نجيب جلين تلاتة في الاول وخلاص نبقى الواحد بيفكر في شغله مش حتى يبتدي بقى يهد كل محضره بالاول تاني النتيجة بتتغير والشد بعصبي كتير يعني مطش طبيعي واحد يا جماعة لكن للأسف كل المطشات كانت كلها شد عصبي كبير جدا وفي النهاية للأسف كان خروج مبكر خروج مبكر كان متوقع الخروج المبكر ده بعد الماتش التالت بتاع الرأس الأخضر بالنسبة لك انت تأهلنا من برا مش من الملعب احنا تعادلنا هما تعادلوا معنا في اخر ثواني فالنتيجة التانية هي مزميق وغانا صحيح الايام او الدقايق اللي عشناها او اللي انت رصدتها بعينيك وبكاميرتك بعد المباراة بتاعة الرأس الأخضر هل بيّنتلك انه التحسن مش قادم او ان الخروج جاي بشكل مبكر والله على مستوى رد فعلا بعض اللي عبين كنت حاسس ان فيه تحسن جاي وانه كان فيه شعور بالمسئولية يعني بعض اللي عبية حتى زي احجازي زي ترزيجي كان واضح ان هما عندهم شعور عالي جدا بالمسئولية لكن انت برضو حاسس ان ان فيهش حاجات تتغير الجول الاولاني بتاع الرأس الأخضر تحديدا لو حد يتذكره رغم انهو الناس ما لتفتتلوش او الناس لتفتت للجول التاني انهو كان خطأ دفاعي لكن الجول الاولاني برضو كان خطأ لكن خطأ غريب يعني مثلا الكورة داخلة بتتنقل بيلاعب ترأس الأخضر وغيرات ما داخلت فينا جول بالتصوير البطيء انت شايف لعبها بتتلاقل بسنو موشن واحنا بنتفرق كلنا اللي عاد في المدرك زي اللي قدام التلفزيون زي اللي في الملعب تصوير بطيء تصوير بطيء وما فيش حد هذا الدخل يعني لو حد مد رجلو وخلاص خلصت فالكورة دي ولدتلي شعور ان احنا مش هنستمر في البطولة فترة طويلة لان فيه خلل جسيم في الجانب الدفاعي لكن في نفس الوقت كنت بعشم نفسي بقول يمكن احنا عندنا تقاليد في البطولة كمنتخب مصر يمكن بعد مرحلة المجموعات احنا بنتحول وفي الكاميرون مع كارلوس كيروش المرحلة المجموعات كنا وحشين ماتش نايجيريا وماتش كنا وحشين جدا بعد كده دخلنا بقى مباريات الاقصائيات بتلعب فرق تيلي جدا قدرت انك تصمد قدامها وتتأهل فكان عندي عاشة من نداية كرر لكن لأسف ما حصلش لكن واضح ان الروح كانت مختلفة في البطولة دي عن النسخة اللي قبلها اللي وصلنا فيها للنهائي هل رصدت اختلاف هل رصدت فكرة روح انهزامية مثلا معرفتش تفوقنا في مرحلة مع بعض التأهل المفاجئ اللي بتلات نقاط بس هو بشكل عامل الأجواء داخل المعسكر ما كانتش مثالية نعم ما كانتش مثالية ما كانتش مثالية لأ بمنتغل أمانة بأي معنى بمعنى ان كان فيه بيظهر على ملامح بعض اللعيبة امتعاض بشكل واضح لما بعضهم ما يتمش اختياره بشكل أساسي في التشكيل بمعنى ان حصلت خلافات ما بين بعض المسؤولين حتى عن البعثة وما كانواش بيكلموا بعضهم مين مبكرا بغض النظر عن مين يعني اعفيني ان انا اقول مين لكن كان واضحا وخصام وناس مدعين اه ناس كانت مدائما بعض مسؤولين في البعثة كانوا مخصمين بعض صحيح وناس كانت مدائما بعضها وبالتالي كان فيه يعني حالة مش الوضع المثالي انك تستبشر خير المجموعة دي هات كان على مستوى الروح المعنوية انا اعتقد ان لو هتقارن 21-23 لأ كارلوس كيروش على مستوى التحفيز والروح المعنوية كان اعلى بكتير كان اعلى بكتير كان اعلى بكتير احنا كمشاهدين في التلفزيون بس انت قدام القصة نفسها ممكن تبقى شايف كنا حاسين بخضة في وش فيتوريا خلال الثلاث مدشات بتعودون المجموعات هل الخضة اللي احنا شايفين شكلها بس دي كانت مترجمة قدامك انت كافعال هل كان فيتوريا مخضوض من اجواء امم افريقيا اللي انا حاسيت ان هو كان مخضوض فعلا هو كان دايما في كل مؤتمر صحفي حتى يعيد ويكرر هذه العبارة يقول اللي احنا عملناه في سنة ونص ما كانش هو اللي انا شفته ماتش موزنبيق حصل تدينا ماتش بشكل كويس بعد كده حصل دروب وتعدلنا في اخر ديئة يقول لا المهم ان احنا انقذنا نقطة نرجع تاني نعيد نفس القصة مع غانا نعيدة تاني مع الرأس الاخضر لكن كان بيحصل بيبان التوتر عليه هو وقف على الخط بشكل مفاجئ المفروض ان هو تعرض لضغوط اكبر سواء في البرتغال مع فريق زي بنفيكا بجمهريته العريضة سواء في السعودية معنادي زي النصر بجمهريته العريضة ايضا لكن يبدو ان هو ما كانش متصور حجم الضغوط في مصر ان هو هيكون ماتش بماتش دياب ديئة لعبة بلعبة حتى لعبة بلعبة لعبة بلعبة بالزبط وده اعتقد ان هو ظهر حتى في تغييراته في بعض مراكز اللاعبين يعني مثلا اول ماتش بطاعة باني اني ستة بعد كده رجع اني تاني مكانه الطبيعي بعد كده في ماتش محتاجه باني اني خالص حتى ان هو احيانا كان بيحسم اختيار لعب في اخر ديئة يعني ما هو ما بيقاش ببداية اليوم كده اللي هو خلاص انا الحداشر اللاعب يومونارده فلان وفلان وفلان ما كانش بيبقى واضح في بعض الحالات مش دايما الحقيقة لكن في حصلت في حالة مبارات ايه اظن تاني يا تاني يا تالت مباراة مش متزكرة مين اللاعب اللي كان بيفاضل ما بين يشاركه او لا يشركه اظن تاني مباراة لان كان مروان عطيها هيبدأ اه وما بدأش اه اظن كانت مباراة غانا كان مروان عطيها المفروض هيبدأها غانا اه ما بدأش ما بدأش لعلى حصل المعلومة اللي كانت عندي كانت عندك المعلومة دي هل كان في تدخلات في اختيارات او قرارات مستر وي فيتوريا رسطتها بنفسك هناك لا اتصور ان كان في تدخلات لا تتصور لا اتصور انا اتصور وارد يعني انت في الاخر وما شاهدنا الا بمعالمنا مظبوط يعني انا كان قدامي انما كانش في تدخل لكن ممكن ربما يكون كان في أسخبك تدخلات مش اللي هو ايه مش خد فلان ده لعيبه ممكن تدخل يكون في صورة ايحاءات مظبوط في صورة اقتراحات بيطبقها مباشرة مش انه يتلاعب يا هتمشي لا اهو ايه رأيك ما نعمل كذا يقول لهم اه تمامي بزاة انا ما عنديش معلومة ان ده حصل لكن لا استبعد لان زي ما انت شفت الوضع في نهاية كان يدل يعني ان القناعات التكتيكية ما كانتش قوية قوي حتى يمكن التغييرات في ماتشال كونغو كانت صعبة شوية كانت صعبة شوية ايه اغرب ما شفت تغيير مهند لاشين كان تغيير غريب جدا ايه يمكن حتى يعني اتدفع بمحمد حمدي صحيح كانت اصابة فتوح بس يعني لما خد انذار انا تصورت ان هو كان ممكن ينزل عمر كمال باكليفت ايه يشدوا واخد بالك ان كان واضح ان التدخلات حمدي كانت قوية شوية مظبوط حمدي معظور بردو يعني عشان ما نتحملش عليه بالعكس وماتش كان ماتش صعب جدا مظبوط وبدنيا كانوا هما اقوى جدا على الرغم من احنا خلي بالك احنا رايحنا اكتر منهم يومين مظبوط واحنا كانت رحلتنا اسهل من ابيجان لسان بيدرو ايوه هم كانوا راحوا لعبوا الماتش الثالث في المجموعة في مدينة كوروجو في اقصى الشمال من سان بيدرو في الجنوب الغربى الاقصى الشمال ورجعوا تاني سان بيدرو يا فاحنا كنا في فوضع افضل على مستوى الراحة عدد ايام الراحة وعلى مستوى المسافة المؤمنى وعلى مستوى المسافة المؤمنى ايه ومع ذلك هما يعني مش هقول كانوا أخطر مننا بس كانوا ما كانوش بعيد يعني يعني فينها لما هم ما فازوا وانت ما تستغربش لو شفت الهايلايتس ما تستغربش ضربات الترجيح كانت أزمة بالنسبة لنا في البطولة دي وعلى مستوى من الترتيب اللاعبين اللي هيلعبوا وعلى مستوى قصة رفض مهند للشين إيه اللي رصدته انت بعينيك من عدم تنفيذ مهند للضربة ترجيحة هو في بالنسبة للمهند تحديدا أنه مهند كان موجود في أنا كنت واقف في النفق في منطقة إجراء المقابلات واستني يعني تبقى يجي اللعبة فوقت طبق عن طريق شاشة بشوف كان زي زي الناس يعني لكن فجأت قبل نهاية بخمس دقائق قبل النهاية بخمس دقائق تقريبا لقيت مهند داخل قطت اللابس تريعا بيجيب الشنكار أو حاجة بيعمل حاجة تمهيدا أنه ينزل وحد سلمت عليه هو كان عادي كان شكله طبيعي وأنه مركز وما فيش مشاكل يعني لكن واضح أنه طبعا امتنى عن تسديد ضربة الجزاء أيا يكون السبب في النهاية اختياره نفسه هو أو إسناد المهمة ليه كان غير موافق في الفترة دي لأنه هو للأسف إحنا عندنا بن بروز أحيانا لقطة زي لقطته مثلا قدام السنجال لما إحنا خسرنا البطولة اللي فاتت موهد أهضر راكلة ساعتها والناس نسيت أن مهند نفسه سجل راكلة قدام الكاميرون ما تشلعب له بالضبط ده برضو من عدم عدالة الكورن دايما اللقطة الأخيرة هي اللي بتتبرز بس أنت ممكن تصنع لقطة بعد أخيرة يعني تبقى هي الأخيرة لقطة ناجحة فتلاسين لا تحش بالضبط كانت فرصة بالضبط كانت فرصة أنك تمحه لكن ده برضو يدول على العدم دراية نوع من جانب الجهاز الفني بقصة الهيستوري بتاع اللاعب أو أنت ما تكلمتش مع في القصة دي قبل كده ما هيأتوش نفسيا دايما عبدالعزيز قال إنه التهياء النفسي دي مش دور لا دور طبعا طبعا دور اللي فيه مدربين أصلا سلاحهم الأساسي هو التأهيد النفسي يعني أنت أفسط حاجة كنت بوقنا تقعد معايا تقول له على فكرة لو صندر بقى الجزائي مهند أنت تبقى في اللي هيشوته ممكن نستعين بيك على اللي حتى يبقى هو عارف فيقول لك من الأول لا يكتن أنا مش أيها فما تنزلوش ما تبقاش مفاجأة مزبوط بالضبط فأنا نوعا ما متعاطف مع مهند أكتر حقيقة لأن صحيح يعني مش حاجة لطيفة لكن في النهاية هو ما تهيأش بالشكل المناسب أو ما تعملش بالشكل المناسب ولا اللي استحقت تعاطف أكتر بحسب كلام كابتن أيمان عبدالعزيز هو أبو جبل اللي قرر إنه مهند رفض هخش أنا ألعب ضربة الترجيحية ولما تضيعها شي لنا المسئولية قدام الناس ما فيش شك إنه كان قرار جريء من أبو جبل أعلى من الناس المعجبة بشخصية أبو جبل عموما أبو جبل من اللعيبة اللي هي بتجيد تحت الضغوط واللعيبة اللي بتحب الأضواء ودي ميزة كويزة تمام نحن عندنا حاليا اللعيبة أصلا بتتخضن للجمهور نعم مفهوم فأبو جبل العكس أبو جبل لما بيحس إنه ضوء عليه لما بيشوف الصحاب أبو جبل ليه شعبية طاغية في إفريقيا بسبب بطولة الكاميرا اه ايه شكل الشعبية طاغية يعني ناس المنتخب مثلا كان يبنازل من القتال بتاعه ورايح ملعب التدريب أو بيالكة بالأوتوبيس أو كده الناس ما بتنضيش غير على اتنين صلاح وأبو جبل يه لأ صلاح مفهومة نعم مظبوط وأبو جبل مفهومة طبعا أبو جباسكي طبعا عشان البطولة اللي فاتت اه فناس كتير جدا كانت بقدرة ده فهو الأجواء دي بتساعد أبو جبل إنه هو بيحس إنه هو فعلا بقيمته وبالتالي بيجيد مفهوم خلال المطش أجد أبو جبل فعلا مظبوط لكن خلال الركلات الترجيح لم يكن موافقة على الرغم إنه هو صد خمسة في الكاميرا الأبريكي فقرار جريء من أبو جبل بس هو يتماشى مع شخصيته إنه هو يتصدر للركلة المباكر هل تأثر أبو جبل بفكرة مفاوضات الأهلي والعقد اللي مبعوط له وقبل ساعات من انطلاق المباراة هل من خلال عينيك يعني وما تابعته هناك ما تصورش إنه تأثر بالذات إنه هو يعني لما الخبر انتشر عن طريق سوشيال ميديا كان خلاص كان فضل تلات أربع ساعات على الماتش أعتقد إن وقتها يعني لابد نوع ما بتنعزل على المحيط الخارجي فممكن هو حتى يكون معرفش قريدي إن الخبر يتعرف في مصر يعني ممكن يكون هو نزل ملعب وسخن وكل حاجة هو مش دريان بالقصة اللي أحب بقى كنا بنتكلم فيه لكن ده طبعا لا ينفي إنه ما كانش الأفضل إن الخبر يتعرف وقتها مباراة الوداع دي كانت بعض المباراتين من تودعنا لمحمد صلاح نفسه في بطولة أمم أفريقيا بسبب الإصابة وما تلاها بقى من كل القصص المرهقة ذهنيا اللي عشناها بداية من الإصابة ثم بإعلان مدة الإصابة ثم بتغيير الإعلان على مدة الإصابة ثم بسفر صلاح وما تلاهوا من انتقادات بعين ولسان عمر فهمي شاف إيه في القصة دي كلها؟ شوفت في القصة دي طبعا تخبط كبير جدا للأسف لأن إحنا في النهاية أنا مش دكتور وأنا مش بتكلم من الناحية الطبية أنا مش بعيد لتشخيص الإصابة لكن أنا بتكلم في دوق المعطيات اللي كانت موجودة يعني أنت مثلا النهاردة لو قلتلي ما تشربش الكباية دي عشان فيها سم مثلا أخذها لك فأنا عندك أنت أنا في مكانك فأنا هصدقك هصدقك أمام وسائل الأعلام في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة الرأس الأخضر وده على فكرة نفس اليوم اللي يورجين كلاب طلع تكلم فيه وقال نصبوط صلاح جاي الخطة الموضوع أن صلاح هيجي طبعا كده The plan for صلاح is to come وصلاح قبلها بساعات قال أنه بالليل ممكن أو بكرة الصبح يصدر كلام بخصوص الاتفاقات اللي ما بين الجهتين على حسب ما أنا فهمت في المؤتمر الصحفي وأنا كنت حاضره أن هو كان بكرة عن المتابعة مش عن قرار رحيل قرار رحيل أعتقد كان هيتمهد له بشكل ما لكن ما كانش أنا ما كنت شايف فيه تمهيد لفكرة انسحاب كامل من المعسكر مشكلة القرار إيه؟ مشكلة القرار أن هو جيل صلاح هو كابتن الفريق وهو أهم لعب في الفريق وهو أسطورة الكرة المصرية حاليا وبالتالي الأضواء مصلط عليه بشكل بدرجة كبيرة جدا المشكلة الثانية أنه هو لما جيل صلاح أن أي قرار هياخده هيباليه تابعاته بمعنى اللي تقال في النهاية إيه؟ اللي تقال في النهاية أن صلاح مسافر لتسريع عملية التعافي صح أو لا؟ طيب صلاح سافر بالسلامة رجع مع ليفربول بعد نهاية كاس أهم إفريقيا فهل تم تسريع عملية التعافي؟ لا بس؟ فهنا فهنا القرار لم يكن موافق أو على الأقل العذر الذي يسيق للترويج للقرار ده أو للقبول مش حقيقي فمتفسر ده بإيه؟ أنا أتوقع إفراط من الحذر من جانب ليفربول طبعا هم أنا يجمل فريق وأنا متفاهم أن هم عايزين يحافظوا عليه من الجهاز الفني أو الطبي أو الاتحالي؟ تقتنع ممكن مش عايزين بقى يعني هم برضو خايفين أن صلاح مثلا الإصابة تتفاقم أو تحصل أي حاجة لكن في النهاية صلاح اقتنع بوجهة نظر ليفربول طبعا برضو صلاح خليب عليك وبردو مش دكتور بس صلاح ما كانتش إصابته مثلا مقلقة يعني إصابته كانت هتاخد وقت أطول من الشهر ده لو كانت عالج وبقى مع المنتخب؟ يعني دي شد في الآخر يعني ما كانش هيزيد عن شهر هي دي بقى المشكلة يعني فيه ناس في الأول بيان بيقول شد آه مظبوط بعد كده قالك لأ الأصداء من الدرجة الثانية الأصداء تمزق جزئي إحنا بقيناش عارفين يعني فأهمني لكن الناس بقيت بتقارن بحالات أخرى في نفس البطولة يعني فيه حالتين كانوا في نفس البطولة حالة سباستيان هالير نفسه مظبوط سباستيان هالير نصلا جاي مصاب أصلا مظبوط فكامل ببقى أولى أنه يقول مثلا إيه والله أنا كامل التأهيل في دورة موند في ألمانيا وألمانيا في الطب الرياضي ما شاء الله وبعدين هيجي أنضم المنتخب بلدي لما بقى فوليفت لما بقى خلاص لائق بدنيا مصير الدين مزراوي نفس الحكاية وبرضو بيلعف بايرن في ألمانيا جاي برضو منضم المنتخب المغرب مصاب ومصاب من 15-12 وكمل وبعدين لما بقى لائق التابع يشارك في الأواخر الناس رجأت خدت فلاشباك لبطولة الكاميرون بطولة الكاميرون يمكننا عندنا حالتين أو ثلاث حالات من الإصابة صابت أكرم توفيقي في البداية طبعا كانت إصابة ست شهور فكان لازم يمشي إصابة حجازي بعد كده إصابة حجازي كانت من اللحظة الأولى تمزق في أوطار العضلة الضمن حيث أننا كنت موجود في الكاميرون وحجازي قاعد مش قاعد شهر عشان يلعبش حجازي ملعبش مطشن السنغال في تصفيق كأس العالم اللي اللي نعم في هناك في القاهرة ودكار ورجع في أواخر شهر أربعة يعني يقعد حوالي ثلاث شهور والشناوي كانت إصابته عضلية في الخلفية وكمل البطولة في الكاميرون وكان بيقعد جنبنا في المدرجات الشناوي المرة دي خلع في الكتف احتاج تدخل بالمنظار نعم فسافر فهي دي القضاية هل فعلا كان إصابة صلاحة تستدعي هذا أنا أتوقع أنه كان فيه إفراط من الحزر من جانب ليفر بول وده إفراط مشروع وأنا أرى عدم رضا منك على إدارة المشهد بالكامل صحيح لو هترتب من تشير إليهم باللوم في القصة دي كلها هتقول واحد مين اتنين مين ترتين اتحاد الكرة واحد اتحاد الكرة صلاح نفسه كان لازم أنه يكون واضح من البداية في إيه في أي نقطة يبقى أوضح اللي تصلت حتى لو هو حسن الموضوع لأن خلي بالك إيه أنا لما حسن فيه حاجة يتمسيني أنا شخصيا وبتؤثر على صورتي كقائد للمنتخب لابد أن أنا أقول أو طالب حتى المسؤولين يجب على لأ خلينا نوضح الأمور بصراحة من البداية لكن تكتيك إن هي والله أصحنا عايزين نخلي الإصابة دلوقتي أو مش عارف كذا أو كده ده يعني عليه علامة أنا عرفت أنه فيتوريا هو اللي طلب أنه يتكتب ماتشين علشان المنافسين ممكن بناءا على احتمالات مشاركة محمد صلاح يحطوا أفكارهم فيعمل زي تكتيك يعني أو خطة لإيقاع بيهم زي مثلا مباراة أورو جواي في كاس العالم نزل محمد صلاح يسخن رغم أنه ما كانش هيلعب وكوبر قبلها قال صلاح جاهز أنا فاكر كويس مزبوط هو اللي طلب أن الكتب ماتشين رغم أن الدكتور طلب أنه نكتب على الأقل ماتشين فشال كلمة على الأقل دي ما هو لو هو طلب يعني برضو لأنا عرف أن الصلاح مش لعب صغير صلاح لعب كبير جدا صلاح لقي قل عن كريستيان رونالدو أو ماسي كقيمة هل من الممكن أن أي حاجة تخص رونالدو أو ماسي في فراءهم أو حتى مع المنتخبات تتم بدون علمهم بدون رجوع لهم وبدون استشارتهم لا بالضبط فأكيد صلاح بشكل ما كان في الصورة هذه القضية مزبوط كان في الصورة كان في الاجتماع في الأعدى بالضبط بتاعته هو والسخلد الدرندالي ودكتور محمد أبو العلا والزميل محمد مراد المسؤول عن المنصق الإعلامي للمنجم بالضبط فبالتالي كان عنده تصور أنه ده اللي هيتقال وبالتالي هو اقتنع بهذه الرؤية فالاقتنع بهذه الرؤية يحمل شيء من المسؤولات حاجة تانية برضو أخيرة أن أنا دلوقتي كصلاح يعني لو أنا قلت أن أنا خلاص الإصابة دي تمام وهنكتر يا جماعة أسبوعين بس طب ليه بعدها بساعات ليفربول طرع وقال لأ ده الموضوع ممكن يكمل لغاية النهائي نظبوط فهنا طبعا روي فيتوريا إذا كان هو فعلا تدخل وقال نشيل كلمة على الأقل ونشيل الكلمة دي أعتقد نوعية تحمل جزء كبير جدا من المسؤولات ثم اعتذر كلوب ضرب القنبلة وقال لهم يا جماعة ما تقرفونيش بقى أنا آسف كلوب أحد أكبر المسؤولين على فكرة لأنه هو حتى دايما بيتورط بتصريحات بتفهم أحيانا كده لكن بس في النهاية أشبد يعني أنا بقول لما بقول صلاح يتحمل جزء من المسؤولية ده مش معناه التهام أو مش معناه أنه إحنا بقى يعني تحليل آه بالزبط لا يعني عادي يعني أنت كقائد للفريق طبيعا بعض المسؤولية تلقى عليك دريبة القيادة طبعا أنا أسألك أنك بشكل نقدي يعني مش بشكل ما تابعته بنفسك هل موقف زي ده كفيل بأنه طب ما نشوف مين أحق بشارة القيادة أعتقد يعني فات الوقت فات المعيد صعب جدا أنك تسحب شارة قيادة من حد بعد ما أخدها ما بالك باله والحد ده هو صلاح صلاح مظلوح فعني لو أي لعبة أصلا فكر أنك تخب منه الشارة دي حاجة يعني ما تنفعش تقلل جدا من الإسر تقلل جدا من الشخص وفي نفس الوقت ما ينفعش تايم مع صلاح بتايا تاني طبعا نفهم طيب عمري فاهمي نفسه آه يعني أنت زي تلقيت الرسائل اللي أنا بدأت بيها الكلام رسائل الإشادة ورسائل الانبساط بأن في اسم مصري بيغطي البطولة بهذه المصداقية وهذه الثقة في النفس شفت أنت ده إزاي بعد البطولة وبعد مرجعات مصر الحمد لله البعض ممكن يكون تصور دي حملة ممولة ولا آخر واحد ممكن يتشك إنه بيقود حملة ممولة وعمري فاهمي يعني يعني أعد معانا عن نت غصبا عنه تحسن هو مش عايزي بقاعد هو عايزي بقيل لوحد هو لا يهتم بالقصة دي لا والله الحمد لله طبعا على كل شيء يعني أنا أتوقع أنه ممكن يكون بس إفراط من فحوصنا الظن من جانب العدد كبير جدا من الزملاء وتقدير كريم جدا منهم أتمنى أن أنا أكون يعني ولو نص الكلام اللي تقال أكيد تتبع حاجة تساعدني هي مستحقة بكل تأكيد أنت مش هتقول على نفسك أنها مستحقة لكنها مستحقة للي يعرف عمري فاهمي وكيف تحرك عمري فاهمي في مسيرته إيه رأيك في الصورة دي يحكي لنا إيه كواليس الصورة بتاعت المراسل اللي بيدعم زميله فبيشيل الترايبود معاها على كده في اليمين داك أن حامل الكاميرا فعلا لكن هي القضية مش دعم للزميل هي القضية عاية مساعدة عاية لا مش مساعدة هي القضية دا جزء من شغلي يعني أنا رايح الشغل أنا مش رايح مركز تجميل أنا دوافل فلوها لازم أخلي بالي صحيح رايح أظهر قدام الكاميرا يعني لازم على الآل حد أبنى أن المظهر يكون مقبول لكن في نفس الوقت ما أفتكرش أن هي من المنطق أن فريق عمل مكوّن من فردين أن فرد واحد يشيل هو كل المعدات والفرد الثاني ماشي جنبه يعني هذا ما ينفعش وما يصحش وده شيء طبيعي في العمل الميداني يعني ممكن لو في استوديو مثلا الوضع مختلف فيه ناس كتير فالمهم موزعة لكن في العمل الميداني طبيعي أن دا يحصل وبحييك عليه وهو أمر كمان يليق بك كإنسان حقيقة يعني لكن عمر إيه قصة التمن لغات مصبع دي الخدعة يعني اللي ليس خدعة ولا حاجة بس الأول عشان فيه ناس كتير يعني إيه بتاخد بالعنوان مثلا حد شافني بعمل انترفيو مثلا بالبرتغالي فقال لك بس دا معروي فيتوريا فقال لك خلاص طريق اللسان آه خلاص 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 بالضبط دا معها جواز سفر ببرتغالي لا مش كده خلاص هي القضية إن يعني أنا في مراحل حياتي كنت بحاول ما أدرس لغات أجنبية على أب مقدر الهدف منها كان زيادة أفاق فرص العمل تمام مفهوم وما كنتش ببص اللغة دي هل هتفيدني في إيدي الوقتي كنت بقول ممكن بعدين هي في حد ذاتها تكون ميزة بعمل الندرة أو كده ففي لغات درستها لدرجة أقدر أقول الإيجادة أو الإتقان زي ما الناس بتحب تقولي يعني اللي هي لها إنجليزي وأسباني تمام بدرجة أقل شوية الفرنساوي بعد كده في لغات تانية أنا كنت بهدف أن أنا أوصل فيها لدرجة من التواصل تمام مش أكبر أنا بتعرف لو قفته قدام ببرتغالي تتكلم معاه تأخذ وتدي بشكل أبقى أقدر أتكلم معاه وأبقى فاهم هو بيقولي أيوة لكن وفي مجالي يعني أنا لو مع مدرد ببرتغالي هارف أسأله إزاي وعربي يجاله إزاي وفهم هو إليك وإيسا لكن مثلا لو جلت لي رئيس وظلال دولة البرتغال الشقيقة ويعني تدير أن نتكلم مع بعضه وعلى الأزمة الاقتصادية العالمية أكيد نفس المستوى مش هاي الموضوع مفهوم مفهوم فهي الموضوع مش إتقان هذا العدد من اللغات فيه فيه لغات آه الحمد لله ممكن أقول إتقان وفيه لغات ممكن أقول درجة أحد أدنى من التواصل زي البرتغالي زي الإيطاري درجة أقل الروسي عملت الحركة دي شوية ساعة تكسر عالم في روسيا ممتاز مزبوط وبعدين بقى الموضوع تحاول إلى هواية وهواس يعني هكتبت كتاب عن اللغات آه يعني أنا حاولت أتعلم ألماني بس الألماني صعب جدا بالنسبة لي الروسي سهل يعني؟ لما باجي معرفش يا بقى جات كده عالش إضغط على نفسك شوية هتجبها عادي هسكت أنه أسهل والله حاولت أتعلم ألماني وحاولت أتعلم فارسي بس هما طبعا نسبة الاحتكاك بيوم محدودة شوية يعني يا الله أعلم إلا يحصل بكرة نتمنى أنه يحصل تقولي للناس على ذكر اللغات يعني اللي بيستصعبوا فكرة تعلم لغة جديدة أنت بتعلم نفسك بنفسك يعني أنت متروحش تاخد كرسات لغة أنا قبل كده اتكلمت مع عمري في النقطة دي وإحنا عادين مع بعض فبقول له إزاي قال لي أنا عادي قاعد على الانترنت كتب بتعلمها ده حسب ذاكرتي يعني واضح أن الموضوع قدروا عليه سهل ولا هي قدرات من شخص هو برضو للأمانة يعني أنا انتهكت كذا أسلوب يعني مثلا في الأسباني أنا كنت أخد الأسباني لغة تانية في السنوية العامة كنت مدرسة سعادية في السنوية في الجيزة فكان فيها إمكانية أنك تختار اللغة الأسبانية وبعدين في الفرنساوي أنا أخدت كورس واحد في المركز الثقافي الفرنسي بعدين قعدت كم شهر كده مع نفسي وعلى روحة عملت تحديد مستوى دخلت على المستوى الخامس ما شاء الله من الأول الخامس فالحمد لله دي كانت حسيت إن الموضوع ممكن أيه مفهوم إيه بقى بعد كده في اللغات التانية بقى كلها كلها بقى بشكل ذاتي يعني أو بوسائل تعليم ذاتية فهي المسألة مش صعبة هي المسألة لو أنت بتحب أي لغة لو أنت بتحب أي حاجة في الدنيا هتحس إن هي ماشية هتستحمل تعبها والموضوع محتاج بس شوية مش تصميم شوية عدم معندة يعني في حاجات في كده في الكورة بيقول لك إيه لما الكورة تاعد معاك ما تعنيتش أنت معاهم وتصمم إنك تعملها بردو نظبوط لو اللغة معينة أصلاها جت معاك خد منها بريك ورجع لها تاني هتحس إن شاء الله أنه واضيع معاشية لكن مفيش حاجة صعبة بالذات إحنا في زمن سهل جدا في زمن يوتيوب يعني ممكن الواحد بيعمله دولتي ده من عشرين سنة كان يبقى صعب يبقى صعب لكن الوسائل سهلة جدا ومتيحة ومجانية كتاب حيلة اللغات بيحكي عن إيه كتاب حيلة كتاب من ضمن كتابين ألفهم عمر فعل كتاب حيلة اللغات وكانت فكرته أن أنا كنت دايماً بتسئل سؤال كتير من الناس اللي تعرف أن أنا مهتم يعني بقسة اللغات والله أنا بشتغل دكتور وعايز أدرس لغة أجنبية أعمل إيه وتنصحني بإيه أنا مش عارف أبتدي منين في الإيطاليا أبتدي منين في الأسفلية وكذا فأنا باختصار يعني في الكتاب طبعاً الناشر ممكن يزعل اللغة ويتفرق دلوقتي يعني بس أنا يعني عايز أقول أن كل شخص ليه وصفة مختلفة بس أنت عشان تعرف وصفتك بقى إيه رأي كتاب يعني يعني مش همتعول أكتر منك آه عشان تعرف اللغة المناسبة لك وتشترها إزاي وهتفيدك في إيه 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 رأي الكتاب وبي يقدم زي مقدمة بسيطة جداً كل لغة حد أدنى من المعرفة عنها عشان تتوقع يعني فيه ناس يقول لك إيه مثلاً أنا ابني داخل سنوية عامة السنة دي ياخد فرنساوي ولا ألماني مفيش حاجة اسمها كده في المطلق مفيش حاجة اسمها الفرنساوي أسهل أو الألماني أصعب أو كده وده فعلاً غلافة فبتختلف من شخص الآخر وبتختلف لما تعرف أكتر عن اللغة دي أو عن مبادئ قواعدها واضح إنك تجاربك في أفريقيا وحبك لها خليك تكتب غزلان وسحرة صحيح إيه قصة غزلان وسحرة لكتاب التوني غزلان وسحرة دا كان أنا يعني كان عندي دايماً تخوف أو عندي شيء من الرهبة أحياناً إن كان دايماً بيتقال مجموعة من الكلشيهات عن الكرة الإفريقية يتقال الكرة الإفريقية كرة تتميز بالسرعة والقوة والمهارة والعشوائية العشوائية دي كلنا تكلمنا عنها قبل كده وخلاص الكرة الإفريقية ليها تاريخ وليها تاريخ ثري جداً وفيها قصص جميلة جداً يجب أنتروة والكرة الإفريقية مصر طبعاً دولة يعني محورية جداً في إفريقيا على مستوى الكرة من مؤسس الكاف لكن الكرة الإفريقية مش مصر فقط مصر جزء من الكرة الإفريقية وبالتالي للأسف الناس كانت بتهتم فقط بالجانب المصري أو بالجانب العربي شعمال إفريقية تحديداً في إعلامي زميل كنت بتكلم معاه بدون ذكر اسمه يعني من كم يوم فبيقول لي أنتوا كده كمصريين إعلامي بقى مش إعلامي ما بتعرفوش اللي بيحصل خارج حدود بلدكم من كتر من أنتوا مصر كبيرة وأحداثها كبيرة بتنسوا اللي بيحصل حواليكم بيقولها لي بطريقة يعني كنا بنهزر مع بعض يعني وهو مش مصري طبعاً لكن هو بيتكلم في فكرة أنه لا بصوا بره عشان تفهموا أنه مش كل حاجة أنتوا بيقولها بطريقة هزار يعني وإحنا بنتكلم مع بعض فممكن تكون دي ماشية مع المبدأ اللي أنت بتتكلم فيه لكن أنا حبيب أسألك أنت في بعض الأسئلة السريعة لأن الوقت الحياة بيجري معاك بسرعة عمر بيخليك على قصة المدربين والتعامل مع المدربين أنت كده تعملت من أيام برادلي مع المنتخب مصبوط وبالتالي مرة عليك كل هؤلاء المدربين اللي بعد مستر برادلي لكن هبدأ من تجربتك الأولى مع المنتخب ماتش الستة واحد قدام غانا كان إيه إحساسك وإنت أول ماتش تنزله مع منتخب مصر نتغلب ستة ونخرج شبه رسميهم من تصفيرك طبعا الموضوع تحول إلى نكتة يعني مع أصحابي طبعا يقولوا لي يا حرام عليك يعني أول ماتش تنزله على المنتخب اللي هو جبت لنا كان يوم حزين بشكل كان يوم حزين صحيح على مصريين كلهم كان يوم حزين أنا فاكره اليوم كان في شهر أكتوبر وكان في العيد كان في العيد بالزبط والدنيا بتمطر في مصر والدنيا ظلمة تحس يوم كده مأخول ومطلت هناك برضو عرفت مطلت هناك برضو يعني كان يوم غريب فعلا حقيقي وحتى أنا فاكر من لعيبة وهي خارجة من النفق كده كله ضارب تكشيرة عارف أنت غريبة جدا في النوع طبعا أنت منتش عارف بقى التكشيرة دي تكشيرة تركيز ولا تكشيرة نكب قبل الماتش ولا تكشيرة ثقة يعني مش فاهم بس طبعا للأسف بقى تضح هيكت تكشيرة ايه يعني تكشيرة ايه تكشيرة يعني تفكك يعني لأسف لأن احنا نهرنا بشكل غير مبرر جدا في المبرر وكانت لعيبة بتتساقط أرضا قدام لعيبة على الرغم أن كان فيه لعيبة كبيرة من الجيل الزهبي كانت يعني بعد ما انتبقى يعني فكانت للأسف تجربة طبعا مؤلمة لكن بعد كده الحمد لله لا يعني كنا موجودين في أحداث ثانية حالة وجهة يعني في الهائي 2019 طول التلالات عشرين سنة في مصر ايو ايو تتويج زمالك بالكونفدرالية 2019 برضو كنت موجود معايا ويعني أحداث ثانية والتأهل لكاس العالم أو كاس العالم نفسه كاس العالم نفسه ايه ذكرياتك مع كاس العالم؟ مشاركة للنسيان الحقيقة صفر نقاط صفر نقاط وأحداث أيضا عشوائية في معسكر المنتخب انا افتكر في كاس العالم في روسيا كان في مجموعة من القرارات غير الموفقة أولها طبعا كان اختيار العاصمة الشيشانية جرازني كمقر للمنتخب المصري طبعا في الشيشان دولة مضيافة جدا وشعب جميل جدا الموضوع ما لهش علاقة هالس بالشعب الشيشاني لكن ليه علاقة بفرق الطقس الغريب انت في الشيشان كانك في مصر نفس الحرارة فلما تروح تلعب تلعب في سان بيترسبورج بلد تانية بالنهار تسعة وبالليل ستة انت جيت سان بيترسبورج جيت المتش التعارسيا ده سديدا فانت كانك رايح بلد تانية تماما فالاختيار كان سلبي للأسف وقتها كان حصلت حملة من الحماية المبالغ فيها تجاه الجهاز الفني وقراراته ان احنا كنا شايفين ان في حاجة غلب بتحصل احنا راحين في سكة مش كويسة احنا كنا بندافع فقط امام الصغار قبل الكبار وانا ان احنا محتاجين تطوير في طريقة اللعب محتاجين اختلاف شوية فكان بيتقال لا ده دي مهم النتائج ومن يريد المتعة فليزة بإلى السرك فروحنا لاخدنا متعة ولا اخدنا نتائج ولا اخدنا سرك ولا اخد اي حاجة بصريكة عمل علينا للأسف يعني وكانت مشاركة للنسيان ايوه مظبوط فاكر حاجة سلبية تانية في المعسكر ده هل كان في مشاكل في الاستقرار جوه الفريق نفسه كلاعبين كانت فيه كاميرات ما دخلتش كاميرا في قوضة لعبين او حاجة لا لا الحمد لله ما دخلكش الحضري ولا حاجة زي ما كان بيعمل ساعتها طيب خليني اسألك عن انا بشوف السؤال ده بيتسئل للمراسلين عموما فهل بتسألوا ولا لا ايه خطوتك اللي جاية بقى عمر هو السؤال ده يعني انا تقديري نوبي بيطرح في مصر زي ما انت قلت في البداية الحلقة او في بداية الفقرة دي يعني من الفكرة ان مهنة المراسل هي خطوة على سلم بهدف فقى الوصول الى حاجة تانية اعنام مش مع الطرح ده اعنام مع الطرح ان مهنة المراسل قيمتها الصحفية انا خريج اعلام اه بس قسم صحفة مش قسم ازاعات الفيزيون وبالتالي انا تكويني صحفي اكتر منه ازاعي فصحفي يعني بالشغل الميداني وقيمت الخبر عندي اهم شوية مزبوط فشايف ان المراسل بيعمل مجموعة ادوار كتيرة جدا اكتر من الدور الواحد بيعمل دور المحاور بيعمل دور المعد هو اللي بيكتب اسألة هو اللي بيكتب سكريبت التقرير بتاعه بيعمل دور المترجم احيانا لما بيتصدى الحوار بلغة اجنبية انت عين مؤسسة كاملة في حدث معين بالضبط انت اول واحد لازم تعرف الخبر فلازم تشعيرهم بالخبر انت في النهاية حتى لو بتعمل تقرير انت بتخرجه نوع ما وبتشوف المونتاج بتاعه ولو انت بتعرف تعمل المونتاج ياريت فانت بتعمل كذا دور واخد بالك فانا شايف ان صحفيا انا مقتنع جدا بالقيمة بتاعت دور المراسل فما قدرش اقول ان انا شايف بعد كده ايه اللي هيحصل الله هو اعلم لكن ما ببصش بعيد قوي مفهوم مفهوم ربنا يوفقك بإذن الله الله يخليك اخيرا وقبل الختام الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر تحليلاتك لمشهد الايام الماضية اللي ممكن بناءا عليه تبني توقعاتك للفترة المقبلة انا بس عايز اقول ان بمجرد اعلان خبر تعيين كابتن حسام انا من الناس اللي بتحب طبعا حسام كابتن ابراهيم حب شخصي عالي جدا فشاتي تبعنا جروحة كلنا الحقيقة اه جدا لان احنا تربينا والناس دي بتفرح المصريين يعني والناس دي من اللعيبة اللي كانوا عندها يعني ممكن الأجيال ما شافتهمش يعني انا اسف لو حد منهم واخد رصاصة مش هيطلع من الملعب يعني دي كانت الناس بتموت فعلا في الملعب فانا شايف ان صعب ان حسام حسن ما انجحش تركيبة حسام حسن وابراهيم حسن صعب ان هم من الناس دي بتنجحوا كان في مبالغة في التخوفات في البداية وكان في موجة انا شايفها كانت مبكرة جدا ان الراجل والله ده مدارب حماسي فقط مش تكتيك انا شايف ان ده كلام عارن تماما من الصخة وفي علاقته بصلاح بالعكس انا شايف ان صلاح هيكون اكبر المستفدين من وجود حسن حسن في المنتخب لان صلاح حاليا شايل حمل كبير هو دلوقتي احنا بنخسر ضربات الجزائي مثلا ضد الصنغات لالكاميرا عطر راحة لصلاح صح؟ احنا مش عارف حصل ايه في المنتخب صلاح 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 هياخد جزء من الكاميرا كيف حسام حسن بالذات ان هو الكابتل وانت عارف القيادة مسئولية ما هياش بس امتيازية فدلوقتي احتى عندك اسطورة كان لسه كاف بيكرموا ليلة نهائي كاسر امم طبيعي اتلاقي الكاميرا ترحت لحسام حسن زي بتروح لصلاح وبالتالي جزء كبير من الحمل هيشيل لحسام حسن كنجم كبير وبكل تأكيد وانا بختم بتتغير طريقتك انت لما يكون المدرب مصري زي حسام حسن او غيره من المصريين ومدرب اجنبي في التعامل مع المراسل اللي داخل بمايكروفونه وكاميرا عليهم صح؟ نسبيا نوعا ما لكن في النهاية الموضوع برضو بيرجع لإدارة الاعلام في المنتخب حصنا حظنا ان محمد مراد موجود حاليا من الناس المتفهمة جدا ايو حقيقي اتمنى فقط بس بيعاون دايما بالضبط ممتاز ما شاء الله عليه وعندنا تجارب تانية في التحدات تانية زي اتحاد السلة برضو فيه طفرة حقيقة جدا اعلاميا فيه لكن اتمنى فقط ان الثقافة عند اللاعبين تتغير شوية فكرة ان انا مش هتكلم لو انا كسبان او انا متعادل لكن انا خسرا مش هتكلم لا ده دور يعني الاعلام جزء اساسي من المهنة في عجالة انا بس احكي قصة بسيطة جدا في كوب امريكا 2016 كتب غطيها وكان شيريو المكسيك حكيت القصة دي قبل كده انا على السوشيال ميديا 7-0 اتغلبت المكسيك بالظبط وفجأت ان او سوريو جي سجل معنا لو كان مدارب الزمالك جي سجل معنا وتكلم واخر حاجة جي يرمو قد شوى الحارس الشباك وقبلت 7 جوال جيتكلم معنا وقال انا بعتذر لشعر المكسيك واللاسف الناس دلوقتي بيتقولك ايه اصلا هيطلعوا يقولوا ايه هم مغلوبين لا يطلعوا يعتذروا يتكلموا عن الاعذار يطلعوا فيش حاجة مواجهة دليل قوة كمان عقلية بالظبط احنا مش هلبق حد يا جماعة يعني احنا مش مسكين من سلاح فياريت كل اللعيبة المصرية يبقى عندها فقافة التعاون مع الاعلام افضل من كده شوية احنا منتطور بس ان شاء الله هيبقى احسن واحسن المراسل التلفزيوني الرياضي المتقلق وصديقي العزيز عمري فهمي نورتني وشرفتني وبشكرك على وجودك معنا النهاردة وحمد الله على سلامتك وإلى مزيد من النجاحات والتفوق ان شاء الله حبيبي هاني الله يسلمك وسعيد جدا بجود معك نورتنا وشرفتنا الله يخليك نورنا عمري فهمي وانتو كمان نورتونا في حلقتنا النهاردة بستأذنكم بكرة بعد وبعد هيكون معاكم زميري العزيز الدكتور إهاب الكومي ونلتقي بإذن الله السبت المقبل فحتى نلتقي تحياتكم لفري العمل وتحياتي هاني حتحوت إلى اللقاء